بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والرسول الله نبدأ مع بعض اول محاضرة في اللي هي ايه 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 لما يكون فيناك الكموني طبعا زي ما احنا عالفين هو البيولوريك انترام واو البيولوريك انترام واو البيولوريك انترام والفرست بورشن او فرست بارت او دي 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 اه لما يكون فيناك تحتوى على حتى لو كانت في اكتوبك ميكوزة مثلا موجود في او اكتوبك ميكوزة موجود في زي في الميكروز طيفرتكرا ممكن يحصل هناك طبعا بحصل في المكانين دول ليه نتيجة امبالنس بين حاكتين الجستريك ميكوزة او المعدة بتحمي نفسها من الوحش اللي هو اله سيل والبيبسي عند التنين اجريسي فاكتور ممكن يكلوا الميكوزة ممكن يكلوا الميكوزة والمسكولوزة وكل حد يخروم اقدار المعدة لولا ان ربنا سبحانه وتعالى حط في اقدار المعدة حاجة تحميها من اله سيل والبيبسي حاضر ايه ميكوزة تتمثل في ان الميكوزة دي بتفرز طبقة من الميوكس من المخاط طبقة المخاط دي بيكون فيزيكال باريير يعني طبقة عزلة بتعزل الميكوزة عن الجستريك ايه جوستيكريشن لجوه اللي سهو اله سيل او البيبسي يبقى بتمنع وصول الاجريسي فاكتور اللي هو ممكن يكلوا الميكوزة اللي هو الهايدروكولوريك اسد والبيبسي كمان اللي هناو في الميكوزة بتفرز بايكربونات البايكربونات دي بقى موجود هنا قوي حمض ييجي يوصل يعمله نيتراليزيشن وانا عارف ان لما يحصل نيتراليزيشن للحمض معنا كده ان البيبسيونجين مش هتحول للبيبسين فبالتالي ايش هيحصل للبيبسين في المكان دهو ولا هتأكل جدول من بعد كمان الهيلسي جاستريك ميكوزة بتفرز بروستاج لاندين البروستاج لاندين دي مهم جدا بتلعب دور مهمة زي ان هي بتزود افراز المخاط الميوكس وتزود افراز البيكربونات اللي هو عادل نيتراليزي الحمض وبتحسن لي البلات فلو بتحسن لي بتزود بتعمل للصاب ميكوزة البلات فزل يعني بتوسع لي البلات فزل اللي موجودة في الصاب ميكوزة طب لما يتوسع لي الصاب ميكوزة البلات فزل ده يعمل لي ايه هتعمل لي في البلات الميكوزة كده هو الصاب ميكوزة يبقى فيها البلات فلو كويس جدا فده البلات فزل لما تبقى واسعة والبلد فيها ماشي سريع يبقى فيه اكسجين ونيوتران يبقى لو فيه اي ألصر ولا اي حاجة هنا هيحصلها بسرعة طيب يبقى فيه عندنا عكسها على طول اشهرها على الاطلاق الهيليكوباكتر بايلوران فيه فيه في المكان ده باس اللهي اسمها الهيليكوباكتر بايلوران او ادوية مشهورة جدا ان هي بتعمل الانستيرويد الانتيكوباكتر بايلوران واللي اختصارها الانسيد 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 اللي هي الدراجز اللي بيخسرها وفيه عندنا برضو الكورتيكو والمسائل زنسين هنجيلها كمان شوية افتكروا دي في الشاي لما ليك عن الشاي والقهوة عن الشاي والقهوة كده والكاكولة والبيبس المشروبات السودة كلها والشوكولاتة كمان نفتكر الزنسين ده جبعا بجانب ان فيه منها أدوية يبقى فيه عندنا دراجز زي النانستيرويد الانتربيمات الراجز زي الكورتيكوسترويد زي الزنسين اللي سمعنا بكده في علاج البرونكا الأزمة اللي لما تستخدم الوقتي برونكا الأزمة وفيه منها حاجات موجودة في المشروبات اللي بنشربها كل يوم أو الأكلات اللي بنأكلها يبقى عندنا المسائل الزنسين والكورتيكوسترويد النانستيرويد الانسيد ممكن تعمل بديك أرصر زي؟ أنا عارف أن الفصوليبيزي دو بيشتعل على السلم الميرين فصوليبي تطلع منه أراكودونيك أسد الأراكودونيك أسد ده يخش في سكة السلامة أو سكة الندام سكة السلامة بسايكل أكسيجينيز يكون لبروستاجلاندين ومن ضمن البروستاجلاندين الحلوة التي تكون في جدار المعدة البروستاجلاندين I2 وE2 دول بيعملوا إيه؟ بيزودوا إفراز الميوكس والبيكربونيت ويحسنوا البروستاجلاندين في الصبميكوزة فيحسنوا الريجين ريشن فلما تدي العين نانسلو ده أنت إفلامات الرجل إبعا أنت عملت انهيبشن لكوكس ده منعت تكوين البروستاجلاندين الحلوة منعت الإفكت بتاعها فيقل المخاط ويقل البيكربونيت ويحصل إيه تاني والبلوستاجل يحصل لها ناروين فبالتالي البلوستاجل يقل وبالتالي يبدأ يحصل كمان في عندنا هنا بالهيليكوباكتر بيلوري تاخد كورتيكوسترويد ونسبتهم أقلي من طبعا من إنسيد أكثر دائما كورتيكوسترويد كورتيكوسترويد بتعمل تمنع تكوين الريكوردونيك أسيد فخلص تمنع تكوين البروستاجلاندين بجانب النهاية كورتيكوسترويد بتنقص ميكانيزمي في المكان ده فبالتالي بتزود يعني فبتنقص المناعة فبالتالي المستعمرات أو العدد المهولة من اللي يليكوباكتر بتزيد طبعا لأن الأمانها أقلت طيب إيه كمان بعض الأكلات قلنا الأكلات زي في ناس غوية يروح يجيب ما يجي يشتري أي أكل يجيب أكل حار أو أكل سبيسي أو مشطشط أو بفلفل أو فلفل في الحراء أو فلفل حار الحاجات دي كلها لها ضاير كتير المواد دي قريتان هي نفسها بتاكل جدار المعدة يعني في عندك أجريس الفاكتور جاي من بره بجانب اله سي ال والبوسل الموجود جوه الناس اللي بتشرب آهوة كتير أو ألكال الآهوة من عائلة الزنسين زا نجيلها كمان شوية إن شاء الله بل الناس اللي بتشرب نزكة فيه بتشرب آهوة آهوة عربي آهوة تركي آهوة سعودي آهوة آهوة برازيلي المهمة آهوة كلها في قلبها كفايين والكفايين ده من عائلة الزنسين يا جماعة هتشوفوا كمان شوي البورصة نزلت خسرت الأسهم وعيش حتى في استرس كل يوم عنده امتحان امتحان مش عارف الاندل بلوك الميد بلوك الاندل في مديول منتصف المديول اخر المديول امتحان اخر السنة فهل بحيط كلها في استرس فبالتالي السترس ده بزي ودي الفيكلتون على المعدة والفيكلتون لما بزيد ويطلع هستامين من من الانترلك رومفين لايك سل لجنب البراحة الترسيل على طول اليوم الهستامين يطلع يشتغل على البراتة السيل يزود الـ HCL والـ HCL اللي ما يطلع بينشط مين؟ بينشط البيبسين يحاونه من بيبسينوجين إلى بيبسين طيب الأدوية اللي بيستخدم في علاج البيبتك أرسل الـ Drugs-Dews-Difort-Treatment وبيبتك أرسل قبل ما نروح لها تعالوا نبص كده مع بعض كده على الرسمة الصغيرة دي اللي هي بتمثل إزاي الـ HCL اللي بيحصل له من البراتة السيل أنا عندي البراتة السيل قدامي أعتبرها هي اللي قدامي دي موجودة قدامنا بتفرز الـ Hydrogen جوه الـ يقوم الـ Hydrogen يتحد مع كلور يكون الـ HCL أو حمض الـ Hydrochloric acid أو الحمض بتاع المعدة عليها ريسبتور للأسطايل كولين في M1 ريسبتور لو تنبهت بالأسطايل كولين اللي طالع من المعدة يزود الكلسام جوه البراتة السيل عليها برضو ريسبتور للهيستامين الـ 2 ريسبتور بتاع الهيستامين اللي عارفين الهيستامين بيطلع في المعدة 2 أيوة ييجي الفيجالتون ينبه الـ يقوم الـ يقوم الهيستامين ينبه البراتة السيل لهيستامين الـ 2 ريسبتور ينشط الأدينيالات سايكليز يزود للـ زيادة الكلسام مع زيادة بنشاط جوه المعدة البروتين كاينيز. البروتين كاينيز لما يبقى اكتيفيتد هو بدور وبيعمل اكتيفيتشن للبروتون بامب اللي هي بتعمل سيكريشن الهايدوجين جوه الجاستيكليومن ودخل قبل منها مين وتاس يومن. طيب هل في حاجة تانية اه لما بتاكلوا الاكل بملى المعدة وينزل على ديودينم بيحصل ديودينم بيطلع الجاسترين يوم الجاسترين لما يطلع لوريسيبتر هنا كمان بيزود لي بها افراز الـ HCL زي ما احنا شايفين عن طريق بزودة الكلسا. طيب عشان نقلل افراز الحمد اول او مجموعة من الادوية تستخدم في علاج البيبتك أرسر قالوا ادوية اول ادوية تستخدم في علاج البيبتك أرسر احنا قلنا فيها عندنا اجريس الفاكتور مقودة اللي هو الحمد او الواحد والحمد ده هو اللي بحول البيبسينج الولي اكتيف الى وحش اسمه البيبسين ممكن يأكل جدارة المعدة. فقالوا خلاص نقلل افراز الحمد. نقلل افراز الحمد ازاي؟ قالوا تعالى ما نسكر الريسيبتر اللي موجود ايه؟ نسكر الريسيبتر يعني ندي المريض ايه؟ قالوا ندي المريض هستامين اتنين ريسيبتر بالاخر. مجموعة من الادوية بتقفل الهستامين اتنين ريسيبتر اللي موجودة على الجهاز الجبارات السل. كان زمان كان فيه ادوية بتبلوك الـ M1 في المعدة زي البيبنز بينه واخواته دي ما عدتش بتستخدم في علاج البيبتك اصلا. لانما الهستامين اتنين ريسيبتر بلوكر دي اول ادوية طلعت وكانت مهمة جدا وكانت صايحة وكانت يعني اول ما طلعت كانت حاجة جبيرة جدا زي ما نشوف الوقت. لكن وجدوا ان بعض الناس ممكن تاخد الادوية دي ويظل عندها الحمد يكون. يعني ازاي مريضة اديت له هستامين اتنين ريسيبتر بلوكر عشان نقفل الهستامين اتنين ريسيبتر بلوكر. وقلت له خلاص الحمد والله الحمد مش هيقل. يقول العيان ده هو بيأكل لما بيعرفش الشبع على وجه البطن زي بقوله. بيأكل لحد ما معدته تتملى خالص والاكل ينزل من المعدة ويعمل دسترين شلو ديدينم. يطلع له جاسترين كتير والجاسترين يزود للكالسام. يبنى اعطي المسكينيك بلوكر عشان اقفل دي. عشان امنع وده الكالسام. الكالسام جايلي بتسكة تاني. ايه تاني. اعطوه استميل اثنين بلوكر عشان تقفل استميل اثنين ريسيبتر. تقلل الاكتفت بتاعة الادنيت سايكليز. يقل لكمية السايكليك امي بي. فيقل الاكتفت بتاع البروتين كاينيز. فما تنشطي البروتين بام. يكون هو العيان ده كيف بقى شاي. ايوة. يدييني بقى كمان. وقهوة. وشوكولاتة. شوكولاتة يا جماعة. وايه كمان. وكل المشروبات السودة اللي انت عارفها بقى اللي هي الصوفت درينك. اللي هو الكاكولة والبيبس والحاجات اللي مش ظريفة دي كلها. كل دي في قلبها زنسين. هذا الزنسين او زنسين ده يا جماعة شغلته انه هو انهبت الفوسفو ضاي ايوة استريز انزين. فيه في المعدة انزيم موجود اسم الفوسفو ضاي استريز. شغلته انه هو بيكسر السايكليك امي بي. الشاي والقهوة والشوكولاتة. ها والكاكولة والبيبس دول من عائلة اسمها عائلة المسايل زنسين. زيهم زي الاماينوفيلين والصايوفيلين اللي سمعنا نوع بكده فين. ايوة في البرونكا الازمة. هذه العائلة اسمها عائلة المسايل زنسين بتانهبت الفوسفو ضاي استريز. مش الفوسفو ضاي استريز ده اللي كان بيكسر السايكليك امي. اه. طب انا خدت الادوية دي خدت شاي وقهوة وكاكولة وشوكولاتة. اه. وشربت مش عارف ايه. وجايزة عنده لونكا الازمة بياخد لها يا عائلة فلين. عملت انهبشا للفوسفو ضاي استريز. الفوسفو ضاي استريز بانهبتت. هي تراكم السايكليك امي. انت عاطش استميل اتنين السايكليك امي. ها. عشان تقلل الاكتيفت بتاع ده. تقوم تقلل الكمية ده. فالاكتيفت بتحصدش كتير لده. فالاتش سايكليك امي. يوم هو بياخد شاي وقهوة وكاكولة وشوكولاتة. وببسك وزنسين. تينهبت الفوسفو ضاي استريز. يتراكم كمية السايكليك المبيل اليلة. وتتراكم. وتتراكم. يزيد الاتش سيل. هي برغم من انه واخد الساميل اتنين سيبتر بلوقر. فشل فيه. عشان كده اقولك الكهولة والشاي والقهوة والشوكولاتة بتعمل فشل للعلاج بالاتش سيبتر بلوقر. عرفنا ليه? طيب. في الحالة دي قاله خلاص نروح على الاخر خطوة في افراز الحمد. اللي هو مين? الهايدروجين الهوتاسيا اتيبيز. او في رواية اخرى البروتوم soakوم بامب نعمل لها انهيبشن. ندرع عليهم مجموعة منها الادوية اسمها درجز وتش انهيبت او بلوق البروتوم بامب. في الحقيقة في عندنا نوعية من الادوية من دول. عيلا اسمها بتعمل ريفيرزابو البلوق للبروتوم بامب. اللي بسموها ريفيرزابو البلوكر اللي علاجات صطعة جديدة. او بسموها بوتاسيما كومبيتتف آسد بلوكر. بوتاسيما كومبيتتف اسد بلوكر. لرفيرزابل انهيبتور ده ريفيرزابل يعني ايه ريفيرزابل يعني ما بتعملش بيرمنان تينهيباشن ريفيرزابل انهيباشن للبروتون بامب وفي مجموعة من الأدوية اسمها بروتون بامب انهيبتور ودي طلع من زمان دي بتمسك فيه البروتون بامب بكوفيلانت بوند بتعمله ودي أقوى أدوية تمنع إفراز الحمد وقالوا الجرعة الواحدة بيتقلل إفراز الحمد عشان الجسم يستعيد يرجع الـ HCL لطبيعته أما قبل لهذه الجرعة بياخد حوالي التلاتة الخمسطية ليه كده؟ أنه معلق جسم يعيد تصنيع البروتن بومب لأن البروتن بومب اللي مسك فيها الدواء راح يتخلص ما عادش تشتغل أصلاها الـ Reversible Block أو الـ Reversible Inhibition فما عادش فيه إفراز الـ HCL عشان تسعيد وظيفتها لازم ينجد جسم يعمل للبروتن بومب من تاني طيب فيه عندنا أدوية بتنقص إفراز الحمد فيه عندنا H-Turosyptor Blocker فيه عندنا Anticholinergic Drug زي الـ Byron's Ben ودي عادش تستخدم لوقت في علاج البيبتك أرصب ما عادش لقى أي مكان البروتن بومب انهيبتور وإيه تاني البوتاسيام كومبيتت في أسد بلوكر اللي زعيمه اسمه فون وبرازان فون وبرازان اللي هو الكومبيتتت في أسد بلوكر طيب بعد كده فيه عندنا الأدوية Neutralize الحمد يعني هو الحمد طالح خلاص أعمل إيه بالو أعمل له جماعة Neutralization Neutralization والحمد نزل في اليوم من بتاع المعدة أهو أعمل له أنا بأيه أعمل له Neutralization يعني فيه عندنا الـ HCL نزل في أقدر المعدة هنا الـ HCL بقى موجود بقى ققيقة موجودة أدي العيان مجموعة من الأدوية عبارة عن عبارة عن Weak Alkali مجموعة من الأدوية عبارة عن إيه Weak Alkali تتحد مع الأسد وتعمل له Neutralization يبقى بدون مجموعة من الأدوية اسمها الـ Antacid مش الـ Antacid اسمها يا جماعة الـ Antacid الـ Antacid الـ Antacid دي أدوية Neutralize الحمد تعادل الحمد تتحد مع الحمد تكون Neutral خلاص شالت صفته كأسد كماد أكريسيف ومنها حاجات Highly Absorbible زي السوديام بيكربونيت والسوديام سيتريت ودي طبعا هتعمل لها مشاكل لأن السوديام اللي ما يدخل هيقض مع مية وهيعمل سلطة أدوية تنشن وإديمة وعلى الضغط ومشاكل جدين يا كلها نمرة اتنين أو مواد بورلي أبزوربابل أو صامها نان سيستيميك ما تتعادي تشتحك عليك قولك نيان نان أبزوربابل لا هي بورلي أبزوربابل لو هتعمل مشاكل زي ما نشوف زي الماغنسيام سولت الماغنسيام هيدروكسايد والماغنسيام ترايز سيليكيت والألمونيوم هيدروكسايد والكالسام كاربونيت في أدوية مجموعة من الأدوية اسمها ميكوزل سايتو بروتيكتف دراج ميكوزل سايتو بروتيكتف دراج يبقى أول مجموعة أدوية تمنع إفراز الحمد أدوية تنتراليز الحمد هنشألهم ندي مين في مين وإمتى وكلام مين ده بس لما يجي كل واحد مكانه ثالث مجموعة من الأدوية إن الأدوية بتحمي جدر المعدة من الحمد اللي جوه جوه زي الوحش الكسر زي مين دوس مستقرة الفيت ولكليد سواء أو خلاف طيب أنت كده الوقت أنت بعملت تشغلنا على الحمد تنتراليز الحمد تمنع إفراز الحمد تحمي جدر المعدة من الحمد طيب إيه تلاني هلو فيه عندنا مجموعة الأدوية اسمها أنت ميكروبيا دراج دراجز ويتشكل الهيليكوباكتر بايلوراي هزه الأورجانيزم اللي هو المجرم التاني اللي مسؤول في حدوث فبالتالي بدي مجموعة من الأدوية اسمها أنتي مايكروبيا دراج بتمنع بتأتي للهيليكوباكتر زي الأموكساسيلن اللي هو من عندك البيتسيلن كالريثرومايسين يعنيت الماكوليد الميترونيدازول خلي بالك أصدازول هيكون نازول النهاردة خلي بالك وليس كل الزول زي بعض وخوص موتينيدازول وتتراسايكلين والأذر أنتي مايكروبيا أول مجموعة من الأدوية كانت طلعت في التاريخ اللي يمين اليتشتوري سيبتور بلوكر اليتشتوري سيبتور بلوكر أول دوة طلعت في التاريخ فيها كان اسمه سيميتيدين وكان صيحة عصره لأن قبل السيميتيدين ما يطلع كان اللي عنده حموضة بيروح للعطار يجيب شوية سفوف يسف بيكربونات صوديم أو بيكربونات يقول له شوية بيكربونات وخمسين جرام ولميك جرام عنده في البيت كل ما يقول لحموضة ياخد منه بيعمل إيه ده هنعرفه الوقت فطلع سيميتيدين كان صيحة بيعمل أعمل سيميتيدين عمل سكر الاستاميل أفل يعني الاستاميل اتنين ريسيبتور على الجسر فبالتالسل فبالتالي منع وقف الاستاميل عليها منع الاكتيفت منع الاكتيفت أو قاللي الاكتيفت على البروتين كاينيز فقاللي الاكتيفت بتاع البروتين بام فقاللي يعني مش هقوله نفسه على الهستاميل فانا بديها بكمية أكتر من الهستاميل اللي طالع لوكا لي هنا في المعدة لو quèهو يطلع في المعدة لوكا الايوة بطلع من الينتروكرون في اللايكسل اللي يジنب Alabama طب اللي بطلعه المعدة اللي بطلعه يوقف على المسكيري بطلع youstamin يوقف على اليستاميل اتنين ريسيبتور فانا نسكر اليستاميل فبالتالي أفراز الـ تتاخذ في علاجе قال له بتستخدم في علاج البيبتك ألسر سواء كانت جاستريك أو ديودينك نمرة اثنين في الناس اللي عندها جاسترو سوشيال ريفلاكس ديز أو الجيرد ايه كمان في الناس اللي هم عندهم استرس ألسر يعني ايه استرس ألسر او انا متوقع ليقولهم استرس ألسر يعني واحد أكيوت ليقل واحد بيدردن في المستشمع انتوبات عند شوك وحطوا على الميكانيكا الفنتيليتور ده يقول بيحصل لهم حاجة اسمها استرس ألسر واحد تاني جايلي في ميجور ترو محادثة سيارة كبيرة ورجلين متقسرة وإيدهم مقطوعة وشغلانة ده ميجور سيرجر انت كان لأي سبب من الأسباب عملية كبيرة كل هؤلاء المرضى او واحد عنده سيبسس أو سيبتك شوك كل هؤلاء المرضى ممكن يحصل لهم كوزة الإنجر يسموها استرس ألسر فلازم عشان أحميه لازم أديره ايه كمان قالوا بتتاخد كبروفلاكتك برضو مع الأدوية اللي هي الناس اللي محتاجة أدوية معروفة عنها أن هي بتعمل بلدك ألسر وأشهرها وعنده نمين النانسترويد يعني واحد عنده أصل أرسريتس وعايز نانسترويدا ليمشي عليها فترة طويلة أو روماتود أرسريتس فغضبا عنه هيستخدمها فلازم أديله حاجة تحمي جدر المعدة من التأثيرات الوحشة للنانسترويدا نانسترويدا زي ما قلنا بتمنع البولوستاج لاندن فبالتالي بتقلل المخاط وتقلل بايكاربونيت وتقلل البلوت فلو فبالتالي أنا قللت فبالتالي يفضل الفيزي فورس الوحيدة والبيبسين يكلوا المعدة فقالوا لأ لنزل من ادي حاجة تحمي جدر المعدة زي ما قلنا ده بالنسبة لمن أول ده وطلع زي ما قلنا كان اسمه سيميتيدين لكن ده وده الوقتي ما عادش مستخدم إلا نادرا اللي مستخدم أكتر منه الرينيتدين والأكتر وأكتر الفاموتدين والنزاتدين طب ليه كده؟ قالوا ما كانوا مطلعينه عشان يسكر الهستامين 2 ريسبتور على الجهاز ترجبلة السل والله ما جسر عمل كده فعلا قفل الهستامين 2 ريسبتور على الجهاز ترجبلة السل فبالتالي خلاص خدت الإفكت الحلو منه طيب تلاقي الرينيتدين والفاموتدين عملوا نفس الإفكت لكن بيدوس أقل فهم مربوطا كهستامين 2 ريسبتور والكرزان يعني الأخ ده كان القرص بتاعه في قلبه ربعمية ميلي جرام عشان ياخد الإفكت الحلو منه بأخده قرص في كامب ربعمية طلعي الرينيتدين القرص بتاعه أو التابلت في قلبه 150 الفاموتدين القرص بتاعه في قلبه كامب يا جماعة 20 ميلي جرام فالإفكت اللي كنت بأخده بربعمية خدته ب150 وعدد كنت أخده بكامب ب20 يبقى دي بتقفل السل لكن دي أقوى منها ودي مور بوتنت المصد بوتنت هو الفاموتدين ونيزاتين زي ما قلنا كده يعني العيان كان بياخد قرصين في اليوم في قلبهم الواحد ربعمية وثمنمية وده كان بياخد قرص مية وخمسين ومية وخمسين بياخد تلتمية أما ده بياخد قرص واحد في اليوم أو قرصين بس الواحد فالبقام 20 ميلي جرام طيب احنا كنا طلعينه عشان كده لكن لأسف السيميتدين لما طلعها عمل حاجات تانية مش ظريفة عشان كده خلتهم يدوروا على أدوية أخرى وطلعوا لنتدين والفاموتدين عمل ايه راح قفل الاندروجين ريسبتور عمل بلوك للاندروجين ريسبتور قفل الاندروجين ريسبتور طب لما هيقف الاندروجين ريسبتور عمل ايه عمل مشاكل هيعمل مشاكل ايه بلما هيقف الاندروجين ريسبتور ده قالوا لما قفل الاندروجين ريسبتور في الرجالة اللي خدت ده وده بدأ يحصل عندها مش كويس بدأ يحصل لهم ايه بدأ يقل عندهم اللي بسموها بدأ يقل بدأ يقل بدأ يجي لهم إيمبوتنس ما عادشي بحصل لهم إيريكشن كمان قال لي عندهم العيوانات المنوية عددها قال لي خلي بالكم الموضوع تقولوا يعني ما العين بيوقف الدواء كل حاجة بترجع إن شاء الله يعني يرجع لطبيعته بس كفترة علاج العين ياخذ العلاج لفترة طويلة شوف قد إيه ففي الفترة دي كلها هيقبع عنده إيمبوتنس وعنده نقص السيكشوالدزار وكمان عنده نقص إيمبوتنس تقول لك مش حالف أخلف طيب ولك أخلف إزاي ده في إيمبوتنس عامد أصل الموضوع مش شغال من الأصل يعني طيب وبعده حتى لو اشتغل ما فيش إزبارم كمان طب فطلعوا الإيرانيتدين فتأثيره كأنتي أندروجين أقل أضعف يعني لو أنت أندروجينيك آه لو أنت أندروجينيك صدق فكلك الأقل طب هم الاتنين دول ريفيرزابول اي جماعة الاتنين ريفيرزابول يعني توقف الدواء كل حاجة رجالة طب هذا أما الفامة الدين ليس له هذه الخاصية الوحشة اللي يبقى في الأندروجين بسيبتور كمان وجدوا أنهما بروحوا على الليفر بيروحوا يعملوا انهيباشن للميكروزومة الانزايم سيستم اللي ستكون بيفير فافتي فبالتالي هينقصت دراج ميتابوليزم فهينقصت دراج ميتابوليزم فيعمل دراج دراج انتر اكشن فلوه المريض بياخد أدوية تانية يعني يعني مثلا في أكيوت تيوب متايب أو حطين له تيوب ومنه حطوله على الفنتلاتور أو التنفس الصناعي ساعتك حطوله اتشتر بلوكر عشان تحميه من السرس ألصر وهو بياخد أدوية كتير بياخد ورفرين عشان يجلوش ديفيتي أو بياخد هبارين أو بياخد مش عارف ايه أو عنده ضغط بياخد بيتابلوكر فإذا ممكن لما تعمل الانزايم هتمنع الميتابوليزم بتاع الأدوية الأخرى فيحصل لها أكيوميليش يوم العين يبدأ يخش في الصاد إفتة الأدوية رغم إنه بياخد النور مالدوز ايه كمان قالوا منع الميتابوليزم بتاع هرمون البرولاكتن فراكم هرمون البرولاكتن فوجد رجالة اللي بتاخدوا السيميتيدين بدأ يحصل لهم عملية التثدي أو enlarge melt of melt تلاقي ميل كده وبدأ عنده بريست زي البنات طب والبنات اللي عندها بريست بقى قالوا يبدأ ينزل منه ميل يبدأ ينزل منه حليب أو لبن زي بقولهم فبالتالي يبدأ يتعمل مشاكل سيكونش كالترابل فعشان كده الصديف اقتدام الظريف عمل innovation ما يكوزهم النظام قوي جدا فنقص دراج متابوليزم زي البيتابلوكر والأسيدان منفين وخلافه والورفرين نمرة اثنين منع الميتابوليزم بتاع هرمون البرولاكتن فحصل له accumulation عمل مشاكل زي الجينيكو مستية في الرجالة وجالكتورية في الستات يبقى عمل في الرجالة حاجة اسمها التسدي اللي بسموها جينيكو مستية وفي البنات عمل حاجة اسمها جالكتورية طيب الرنتدين عمل الكلام ده بس أضعف الأخي الفموتدين ما عملش يبقى أنا لو قدامي عيان عنده وبتك أرصم ومحتاج له سيمتدين أو رنتدين وفموتدين بالله عليك نتطيله مين طبعا هتديله فموتدين يكسب طبعا لأنه مربوطا تكاستميل اثنين سيبتر بلقر هقالل منه الـ ملوش أنت أدروجينيك ساد إفكت لا يمتلك أدروجينيك ساد إفكت ولا مايكروزومة إنزيمي الهيبتر إفكت مش كده بس الكاردوفاسكولر أدفيرس إفكت مع الأخ ده كده عالية جدا وسين إيه الساد إفكت يعني العيان ده الأخ ده ما زال بيستخدمه انترافينوس فلما بيحنو انترافينوس بيحتعل منه برادي كاردية لأنه بتقفل الستامين اتنين ريسبتور على القلب فبالتالي بعض المرضى لما بتاخد حقنة التجمت أو السيميتيدين أول ما بتاخدها بجيلها شوية برادي كاردية لأننا عارف المفروض القلب عليه استامين اتنين ريسبتور لما بتتنبه بيحصل زيادة في الهارتريت وكنتراكتلتي فأنت بتضعي في الكلام ده طب على السينيس الأخ ده الناس اللي بتاخد الأدوى ده ممكن يشتكوا من هيدك وكلام من ده وفي الأوفردوز ممكن تخش في دليريوم الكلام ده أقلي جدا في الأدوياء الجديدة الدوريشن اوف اكشن هنا السيميتيدين بيشتغل لمدة 8 ساعات بس ده بيشتغل لمدة 12 ساعة وده بيشتغل القرص بيشتغل لمدة 24 ساعة طب أنا قدي العين مرتين في اليوم ليل ما ممكن نبدو له مرة واحدة في اليوم يبقى حسن يبقى حشان كده لو قلنا من المربوط من البريفيرد اندروجين اكساد افكت مالوش مايكوزومة انهيبترو افكت أقل في السيئنس افكت كمان هز لونجر ديوريشن اوف اكشن ممكن تيجي اكسي بلين واش طيب نيجل تاني مجموعة من الأدوية اللي بتنقص إفراز الحمض من الآخر اللي هي بسموها البروتن بامب انهيبترو دي أقوى أدوية بتنقص إفراز الحمض تقدر حتى لحد سنوات قرائمة دي مجموعة من الأدوية الزعيمة هاسمه قومي برازول وبنتهي هو مقطع زول لكن ما ياخد عكش الزول في زول بنقص إفراز الحسل وفي زول انت ميكروبيا وفي زول انت فانجر ومشكل الزول خلي بالك يبقى العيلة دي كلها بتنتهي بالصافيكس زول اللي هي دعمهم اسمه قومي برازول في لنزو برازول والإزمو برازول وفي عندنا البنتو برازول حبيبي الملايين واخوه اسمه قرابي برازول هيجي الوقت اللي نعرف انه حبيبي الملايين ليه طيب دي يأكد لها عبارة عن أدوية برود رج برود رج لازم تتاخد على معدى فضيع تتاخد قبل الأكل بساعة لازم تربع العين كده تقوله تقوم الصبح قبل الفطر بساعة أي انت صلي الفجر تاخد بعد دي من صارت الفجر تأكل وانت بفجله تقومت قبل ما تروح تتوضع عشان تصلي الفجر خد القرص بتاعنا وروح صلي وتعالى في طرباء على طول لازم يتاخد قبل الأكل بساعة عشان بتاعتها بتقل بالأكل ومه هي محتاجة الـ يبقى موجود يبقى معدى فضية مفيش فال لحمض عشان يحصل لها يبقى لدي المجموعة من الأدوية الـ بتاعتها بتتحسن جدا لما تتاخد على قيمة استمج ومحتاجة البروتن بومب تبقى فضية وشغالة وإمتى كلام ده يبقى العيان قبل ما يأكل بساعة طيب البروترد بتتاخد بتبقى والأبزوربت وتخش الدم وتوصل جوة الجسر بحصل لها يعني هي مش بحصل لها في اليوم بعدكم فكر كده لا طبعا ده بتبقى وبعدين بحصل لها هناك بتدخل جوة البروترسل بتيجي البروترسل عن تريد بلاصة بلاي اللي موجود في المعدة تقوم دخل جوة البروترسل البروترسل تديها هايدروجين تعمل لها بروتونيشن تقوم هي اللي هي متشكرين جدا أنا روضي لك الجميل بعد ما تاخد الهايدروجين منها تقوم مسكة في البروتون بوم وتعمل لها الريفيرزا والبلوك تمسك في مكان مين مكان البوتاسيوم بيكوفيلانتو بوند تعمل الريفيرزا والبلوك يبقى بروض رج بتتحول في الأكتف فورم جوة البروترسل توصل البروترسل مش عن طريق اليوم عشان فاعدوكم بفهم غلط توصل عن طريق بلد تمسك هناك في المكان البوتاسيوم بيكوفيلانتو بوند ترد الجميل لأن تاخد هايدروجين وتيبقى اكتيفيتد أو بروتونيتد يعني محصل لها بروتونيشن أو اكتيفيتشن وهي تبقى تعمل الريفيرزا والإنهيبشن للبروتون بوم وأن سينجل دوز ممكن تلقص الـHCL وعشان أرجع أرجع الـHCL أخذ من 3 إلى 5 تيام على المبارات تبدأ تعمل البروتون بومب تانية بدل لمسك فيها الدواء بيكوفيلانت بوند ودي ممكن لو تاخد الريجولر ممكن تخليه الـHCL يقل جدا ممكن حتى يوصل للزير طيب إذا تمسك في الهيدروجين بتاسم ايتي بيز انزيم أو بيكوفيلانت بوند بتعمل الريفيرزا والإنهيبشن مهم جدا عشان بتسأل فيها يقول تعمل الريفيرزابل ولا الريفيرزابل قوله الريفيرزابل فبتنقصت البيزل البيزل اللي هو الفاستنج اللي هو وانت قاعد ما انتش واكل من قاعد من بالليل من الساعة عشرة بالليل لعد الساعة خمسة الفجر مكلتش حاجة طول الليل تصهر بعد الصبح عندك الـHCL عندك البيزل معمول بفعل البيجل على المعدة اللي بيقى زايد بالليل وانت جايب فبالتالي البيزل HCL بيقل وكمان الستيموليت دين الاتنين محتاجين مين يا جماعة محتاجين بروطن بامب لان داو ده بيقفل البامب اللي بتنزل الهيدروجين سواء بقى جايلك بفعل الاكل او بفعل الجسترين او بفعل الهيستامين ماناش دعو بيعمل الريفيرزابل انهيبشن ونقص البيزل and the stimulated HCL secretion الامو برازول قلنا الزعيم بتاعهم اسمه زعيمة البروتن بامب له اخوات زي اللانزو برازول والإزم برازول وفي عندنا حبيب الملايين البنتو برازول والريابي برازول وهنعرف دو أدوية عبارة عن فيرسلاين دراج في علاج الاسد بيبتك رزيز يبقى دي الفرسلاين دراج بتاعنا خط الدفاع الأول في علاج الاسد بيبتك رزيز زي البيبتك ألصف أو الجرد لأنه more effective more effective وmore safe زي ال H2 blocker يبقى له more efficacy زي ال H2 blocker في مروف الهيلين والريف البين يبقى العين بياخدها عنده واجع ياخد الأدوية دي الواجع يروح نمرة اتنين نعمله اندسكو نشوف الهيلين جريت في الاتنين قاله بياخد H3 receptor blocker العلم اللي عدت اللي فاتت قافلات مستقبلات الهيستاميل اتنين وبياخد الأدوية دي نقارن بينهم ندي اتنين مرضى عندهم نفس المرضى بنفس الديجري بالاندسكوب شوفناهم قبل ما ياخدوا دوا وبعدها نلاقي دي more effective in reducing the gastric acid secretion and more safe than H3 receptor blocker كمان بتتاخد مع الانت ميكروبيل عشان تقوراديكيت الهيليكوبكتر يبقى تتاخد مع الانت ميكروبيل تقوراديكيت الهيليكوبكتر بايلوران يباليوز بتاعتها هي الفرس الاندراج في علاج الاسد بيبتك زيد سواء بيبتك ألصر أو جيرد طب هي الأحسن ولا هي طبعا بلوكر طبعا هما لأنهم more effective وmore safe than H3 receptor blocker طب بتتاخد ايه تاني مع الانت ميكروبيا للمختلفة تقوراديكيت الهيليكوبكتر بايلوران تعالوا ما نشوف وفي البروتن بامب ايه صعوب البروتن بامب انهل البروتن بامب لو تاخدت لفترة طويلة طبعا لازم تاخد فترات طويلة بتعمل صاد افكت المستقوم صاد افكت اللي بحس عند معظم الناس اللي نوزي في الأول كده يقولك يحس ايه بغمامان نفس كده وعايز اراجع بسيب اراجعش ده المستقوم صاد افكت لكن ممكن بعض المرضى لما ياخد الدواء ده يجلوه من ضيارية وأبدوم من الكوليك طب ليه كده لان المريض لما ياخد الدواء ده بتقل افرص الHCL جدا فبالتالي البيتش في الكولون بتقل بتتغير فيبدأ يحصل ببكتيريا يحصل فممكن تعمل لي ضيارية وممكن يحصل لانه يتغمر ويطلع منه غازات فالعين يجلو انتفاخات وجلو أبدوم من الA-Colic ولما يحصل في الكولون بيحصل زي ما انتعارفين تقوم مزودة للموتيلتي يوم العين يجلو اسحان إذن بيحصل منها دائرية نتيجة ناقص يفرز الHCL ويحصل للأكل اللي موجود خمر ويطلع منه غازات والغازات تعمل وتعمل كوليك وتعمل دائرية وهكذا ايه كمان ممكن يحصل منه مع لو المرضى اخدوها لفترة طويلة وجدوا انه بقيل عندهم الكالساب والماغنسيوم وجدوا ان المرضى اللي بتاخد الدواء ده لفترة طويلة بيجي لهم ناقص الكالسام والفوسفيت وعلى لونج رند ده ممكن يدخل المريض في أستيبروزيس ويزود لي خاصة في الناس اللي عندهم زي أو الستات بعد النجوز أو خلاف يبقى لونج تير ميوز بيمكن يعملوا أستيبروزيس ويبقى سروجك الفراكشور منهم طب ليه كده لأنهم بقللوا الفوسفيت بقللوا كأس في الكالسام والماغنسيوم أبزروش بقللوا كالسام والماغنسيوم أبزروش لو استقلت ليه بعملوا أستيبروزيس هتقول عشان بقللوا كالسام والماغنسيوم أبزروش كمان وجدوا ان هي لو تاخدت أخطر من 12 أسبوع بيقل عند العيان الفيتامين بي تولف لو استمثل بي تولف في دمه هيقل فممكن دخلوا عين أو عن طريق اللي هو يتحد مع الانتريتسي فاكتور بيعمل لو اتاخد لفترات طويلة تتعدى ل 12 أسبوع يعني تقدى كم تلت شهور طب ممكن بيعملوا درج درج انتر اكشن بيخلوا اللي بيقيتش في المعدة ما قدتش أسيتك زي الأول عارف بيقيتش في المعدة في وجود الحمد ممكن تبقى اللي بيقيتش كام ممكن تبقى اللي بيقيتش 2 اللي بيقيتش 2 دي مهم جدا عشان امتصاص حاجات زي الأيرن زي الأيرن دي أدوية محتاج أسيتك بيقيتش عشان تبقى والأبزوربت الحديد لازم يقفصول فرص عشان يبقى أبزوربت يبقى كويس مهم جدا موجود الحمد عشان كده كونك بتعلل بيقيتش فهتقلل الأبزورش متاع الأيرن فممكن المريد يخش في نتيجة استخدام لفترة طويلة ليه كده لأنك منعطي فرص الحمد فبالتالي قللت بمساز الحديد لأن الحديد بقى موجود في صورة فرق جورلي أبزوربت هو عايز الحديد بقى في صورة مين فرص من المسؤول يعمل كلام ده الحمد معتش موجود زلت الحمد ده الصفر إيه كمان دواء بتاع أو نا محتاج برضو عشان ينتص هيقل الدراج زي هيحصل مشكلة في لأن وجدوا الأدوية دي زيهم زي وخاصة بتروح تعمله فيقل المتابوليزم بتاع الأدوية الأخرى اللي عم بيأخدها زي الورفارين فإذا لو عين كان جاله ديفي تي وكان بيأخذ ماشي على الورفارين عشان يمنع ديفي تي أو ديفي ناصر البوزز خلي بالك لازم تتبع الأي نار بتاعته وإلا العين هيجله سيولة وهينزف حتى الموت لأن تعاطي دواء بيمنع المتابوليزم في الورفارين فهو ياخد جرعة مضبوطة بالورفارين أو حتى من غير جرح ممكن ننزل فتحات جسمه كلها إيه كمان وينزل تحت الجلد كمان بيقلله الانتي بتاع الكلوبوديجرال هنعرفين إذا أخذنا في الملض دواء كان اسمه كلوبوديجرال الكلوبوديجرال ده 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 برو دراج برو دراج محتاج لما العين بيأخده يعدي على الليفر العين بيأخده أورل ها بيأخدت أورل ههو هيعدي بعد كده هيروح على الليفر يحصل له اكتيفشن في الليفر بالمايكروزوم الإنزيم يتحول إلى اكتيف ميتابولايت هي اللي بتإنهيبت البلتلت اكتيفتي يبقى الكلوبوديجرال ده بيتاخد مع الأزمرين في الناس اللي جالها قبل كده مثلا ميكوردان او خلافه عشان هم يقدروا المعدة او ركبوا ستنت في الضعامة في القلب بريد الدواء هو دواء ده بتاخد أورال وهو بروض رج طب وعدين طب التبديل بروض رج هيعدى هو منتص من وبعدى على الليفر بحصل له اكتيفشن بسميكروزوم الإنزيم تحاول إلى مادة اكتيف هو اكتيف تينهيبت البلتلت اكتيفتي طيب أنا لم أخد الدواء ده فعملت انهيبشن بالمايكروزوم الإنزيم ده كده يعدى الليفر سلام عليكم عليكم السلام عملنا اكتيفشن مشتظين لك النهاردة احنا عصلينا انهيبش يوم معد براح الدم زي ما هو بروض رج ولا يأثر على البلتلت ولا حاجة فلا المريض منه بياخد الدواء البلتل اكتيفت عادية جدا وبدأ يحصل له جلطات نتيجة انه هو خد دواء مشتركات بروض فضل زي ما هو في صورة بروض رج عشان كده بنحب دايما لو المريض عندنا عاوز بروتن بامب انهيبتر نديله إما بنتو برازول يا رابي برازول وستسؤال مشهور جدا اكسيبلين واي رابي برازول عند بنتي برازول إزبريفارد بروتن بامب انهيبتر إن بيشنت وز كورونر آرت ديزيز تريتت باي كلوب ديجريل اقول له لان الاتنين دول ما بقصروش على الميكروزومة الانزيم فبالتالي بيفضل كلوب ديجريل يعدي على الميكروزومة الانزيم بيحصل له اكتيفشن والاكتيفتي بتاعته كأنتي بليت لتظلم أبوط إنما الأم برازول ما يتخدش ليه لأنه إنهيبت الميكروزومة الانزيم سيستم فبالتالي بيمنع تحويل الكولوب ديجريل بالمايكروزومة الانزيم إلى اكتيف ميتابولايد اللي هي اتناقص بيت الاكتيفتي فبالتالي ضائع النشاط اللي الدواء كأنتي بليت لدرام بل بنتي برازول والرابي برازول لأنه هذا على الميكروزومة الانزيم فبالتالي يفضل الكولوب ديجريل يتحول لأكتيف ميتابولايد بفعل الميكروزومة الانزيم اللي هو الدواء بتاع اللي ده أو ده ما أثروش عليها وبالتالي يفضل شغالك أنتي بليت لد ضالي بعد كده دواء اسمه الفونو برازان الفونو برازان ده نيو دراج شغلته في الحياة اللي هو بوتاسيوم كومبيتتف بيعمل الفونو برازان ده تعالى ما نشوف كده مجي بس الليزر بوينتر الفونو برازان بيروح يتنافس مع طبعا السامة ده كفرديجي في الحياة دي يتنافس مع البوتاسيوم على البوتاسيوم بتاع الهايدروجين بوتاسيوم بيتنافس كومبيتتشن يبقى هو بيعمل باي كومبيتشن أو باي بريفينتنج البوتاسيوم أنه يمسك في الحياة دي أنا عارف عشان البومب يتتشغل لازم تتنزل في اليومن بتاع الهايدروجين من هو البراتسيل إلى اليومن وبالعكس بجيب من اليومن قبل الستومك تدخل من اليومن إلى داخل البراتسيل بوتاسيوم عبالها عادوش بوتاسيوم فانه بقى في مكان الحيطة دي هيقفل البومب فالبومب ما تتشغلش يبقى هو بيعمل كومبيتشن مع مين مع البوتاسيوم يبقى سموه بوتاسيوم كومبيتتف أسد بولوكر بتقسم كومبيتتف أسد بولوكر باستخدر في علاج الأسد بيبتكزيز زيه زي زي بروتون بومب انهيبتور لكن الحقيقة لسه ما أخدش الاف دي أو بروفل هو يعني جرب في اليابان ودول في جرب شرق أسيا في علاج الأسد بيبتكزيز سواء الجيرد أو البيبتكارتصر أو حتى هلقوا بكتر في ريديش لو عدنا مجمعة من الأدوية التانية اسمها الانتسد لأن أقول مجمعة الأدوية بتنقص في راس الحمد التانية من الأدوية نوتر اللهيز الحمد الانتسد مش الانتسد يا جماعة انتسد عبارة عن comigo wake كولويات ضعيفة بتتاخد أورل تتحد مع الحمد اللي في اليوم وتقالت المعدة هم اللي تقمو employers يلتقوا في اليوم متع المعدة نوتر اللهيز الحمد فلما نوتر اللهيز الحمض دي بتمنع تحويل البيبسونجين إلى بيبسون أنا عارف أن الـ HCL مهم جدا عشان يحول البيبسونجين إلى بيبسونجين فقاله لما أنت بنترولاز الحمض بتزود الجستريك بـ H4 فده بالتالي بيقللك أو بيمنع تحويل البيبسونجين إلى بيبسون فالبيبسون اللي موجود كيميتها تقل في الأكتف بتاعته هتقل تستخدم كسيمتوماتيك تريد منت في الغيبر أسيدي دي يعني مرة كده على السريع اللي موضوع جاء مرة بعد أكله سبيسي اللي حاجة يعني سيمتوماتيك ريليف للهارت بيرن والهايبر أسيدي دي لكن ما قدرش أخدهم لفترات طويلة يا جماعة طب ليه ما أخدش أخدهمش لفترات طويلة طب نعرف هم مين الأول العاجات زي ما قلنا زي بالتأسيم اللي قلناها الأول في عندي سيستيمك وليوكل وبرلي أبزوربابول ما حدش تحكي لك زي السودين بايكاربونيت ده الهيلي أبزوربابول والبرش الأبزوربابول والكالسام كاربونيت والبورلي أبزوربابول اللي هي الماغنيسيام هيدروكسايد والألمونيوم هيدروكسايد الأونسيت كريليفر للبين بتاع الهايبر أسيدي دي يعني ما حتقولك عنده هايبر أسيدي دي محتاج مسكن للألم أو هتقولي أنه سترويدل أنت تبقى عايز ضربة للبتاع أو أحدش يقولي بنادول ما ينفعش يا جماعة اللي بين هنا سابق أنه فيه وجود حمد يبقى أن أعمل نوتراليزيشن الحمد أو أمنع إفراز الحمد يبقى حسن مسكن أنه أدوله بروتون بامبين هبتور طب عايز حاجة سريعة أدوله حاجة نوتراليز الحمد على طوبة طفية أنا أقول لأي وقت هامنع إفراز الحمد طب حمد الموجود هيخد وقت معاه له يفضل يوجع في البطن العيان فأعمل إيه الوقتي قاله أدوله أنتسب زي مين حاجة بتشغل بسرعة جدا اللي هي سوديان باي كاربونيت لها رابد أونسد لكن يخساره شورت ديوريشن اللي أنا ياخدها تبدأ تشتغل في خلال دقايق بعد ساعة أو ساعتين الوجع يرجع أمر من الأول بنسموه يحصل له ريباوند هايبر أسيدتي أو أسيد ريباوند يبقى لها رابد أونسد لكن شورت ديوريشن شغل في خلال فيو مينت لكن خلال ساعة بكتوره ويرجع الوجع أمر من الأول بيحصل حاجة اسمها ريباوند هايبر أسيدتي وعيب الأدوية دي اللي سوديان باي كاربونيت يبقى أبزوربت ويدخلوا سوديام الجسم و سوديام داخل ياخد معا ميا ويزود البلد فوليوم يزود البريلود ويزود ضغط الدم ويعمل إديمة ويعمل مشاكل الدينة طيب ممنوع تديل سوديام باي كاربونيت في الناس اللي عندهم ضغط عالي هايبر تنش معرفنا ليه لأنه أبزوربت سوديام داخل الجسم واخد معاقك وزموتك أموته في أطر يزود للبلد فوليوم يزود للبلد بريشر يزود للكاردك أبود يعمل إديمة فممنوع في الناس اللي عندهم زيادة في البلد فوليوم وزيادة في ضغط الدم وعندهم إديمة وعندهم البريلود خيفين يزيد زي الهارتفيل إيه كمان لأنه غير مستحب أن تتتخدم سوديام باي كاربونيت في علاج الهايبر أسيدتي في الحوامل طب ليه لأنه بيعمل فوليوم وفورلود والحوامل مش نقصين أصلا فوليوم وفورلود الحوامل جسمهم كله منفخ ومنفخ بالمية اللي فيه ليه عندهم البروجسترون طالع كتير هرمون الحمل عشان يعمل ريتشين لترس شغال على الألدسترون السيتر في الكلة عمل سلطة أندوط ريتينش وهو جسمهم مريم الحماية فمن فضلك ما تزودش الحكاية ليه هو عشان ايه بيعمل لي فولود وفورلود فبتالي البلود فوليوم هي زودة أكثر ما هو زايد ويعمل لي مرء دين ايه كمان ممكن لما يخش الدم يعمل لها متابوليك الكالوزيس وده يأثر عليها وده مشكلة طيب ده عرفنا سوديان باقي كربونات نجي لتاني واحد هو الكلسام كربونات ده بيبقى سلولي لو سلو انست زين الأخ ده ده كان رابط مست رابط لو سلو انست لكن مش شغل مدة ساعتين ولا حاجة وبرشي لأبزوربت وممكن يحصل منه برضو معه رباون ده هيبر أست يعني بعد ساعتين ده كان بعد ساعة أو خمسة ربعين ده لقين الشيخ يوجع يرجع تاني ده بعد ساعتين يبدأ يشتكل عبو ممنوعة تدي في إمتا قاله الكالسام بيبقى أبزوربت آه برشي لأبزوربت فيخش الدم يزود لك الكالسام في الدم يبلع عين يجيله هيبر كالسيميا فإوعى في عيان عنده هيبر كالسيميا أو جاء له قبل كده رينا الستون تدهوله خاصة لو كانت كالسام ستون فإنت كده يجيب له ستون تبقى كالسفات كيدني ويمكن يخش في حاجة اسمها ميلكا اللي هو تبقى كالسفات كيدني ورينا الفيل طيب الماغنسيا بقى ده له وهي كل الأنتاسد هو الماغنسيا والألموني ببور لأبزوربت فبالتالي له بس برضو ممكن يمتصب وعنعملوا مشاكل زي ما نشوف في الوقت الماغنسيا من فضلك سلطة ما تتاخدش في الحوامل طب ليه كده قالوا الماغنسيا ده بيعمل ريلاكسيشن للمصموس متاع اليوترس فبالتالي لوحدة حامل خديته خاصة في السير تراميستر ومعادة ولا ديتها كتولد النهاردة هيعد النهاردة وبكرة وبعده 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 وستة حامل مكملة ايها ستة حامل في جمل شنوة تولدي تقول لك أخويا باخد ماغنسيا والماغنسيا عمل دخلها في حاجة اسمها برحم عندها خالص وبعده حتى لو ولدت ولدوها بأي طريقة هي مثل الطفل ممكن عنده لسكيتا المصل بلاحظه مشتغالة كويس لأنه برضو بعمل فبالتالي ممكن الطفل يبقى عنده الألمونيوم لو تاخد لفترات طويلة خاصة في مرضى الفشل الكلوي لأن الألمونيوم هي في ميتة المحتاجة الكدني تبقى سليم عشان يخرج هيتراكم في جسمهم يبدأ يأثر على المخ يعمل حاجة اسمها ألمونيوم ديمينشيا وده مشهورة جدا في مرضى الكورونيوم الكدني ديزيز اللي بيأخدوا الألمونيوم أنتسد لفترات طويلة وخاصة في مرضى اللي هموديالس اللي هم خلاص يأكلها بدأ وصل وشغال بغسيل الكلوي يعني أي حاجة تخش جسمه وماش خارجة من نوع تاني فبالتالي هيتراكم في جسمه ويأثر على المخ يعمل له حاجة اسمها ألمونيوم ديمينشيا طيب نخلي بنا الألمونيوم كمان له خاصية أنه هو له خاصية الدراج أبزوربشن يعني يعني ممكن يمسك أي دواء العين وياخده يمسكه وياخده وخراجه في الستور فينقص الابزوربشن بتاع الاير والاير والتيترا سايكلين يناقص الابزوربشن بتاع مين دراج فخلي بالنا من دراج انتراجشن عشان كده لو ياخده أنتست في قلبه ألمونيوم ما ياخدش معها الأدوية تانية في نفس الوقت افصل بينهم بساعتين تلاتة إيه كمان الألمونيوم وجده أنه هو بيعمل 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 إمساك والماغنيسيام سولت بتعمل ضايرية يبقى الماغنيسيام سولت بتعمل أوزموتيك ضايرية عجل اسمها أوزموتيك ايه ضايرية بيعمل ضايرية تبقى عمل ايه قالوا عشان كده معظم الأنتست اللي موجودة في السوق هتلاقي في قلبها كومبينيشن خطنلك ماغنيسيام سولت مع ألمونيوم سولت ده يعمل امساك الألمونيوم والماغنيسيام بيعمل إسهال أو يحط فيها كالسام مرضو لكالسام على فكرة كالسام سولت بتعمل كونستيباشن عند حاجتين بيعمل كالسام كاربونيت وألمونيوم سولت والألمونيوم ماغنيسيام اللي اتنين تبقى عمساك يتحط معاهم الماغنيسيام سولت عشان تقويد تشنجي في الباو الهابت اللي وعد يدخل ايه الحمام يا بحمام صبح وبالليل واحد تال ثلاث مرات في اليوم واحد تنزل البط كل ما يأكل يخش الحمام يعمل الديفيكيشن والأصل ربنا مسائلة معها دي اسمها الديفورت بتاعته اللي بقى الهابت عاد دخول الحمام اللي ياخد أملح الماغنيسيام بقول لك ده كان بيروح الحمام ما كانت شوف الحمام اللي مرر كل أربعة أيام للوقت يا أخي ده بقول لك كل ساعتين داخل الحمام بيعمل إسهال أما ده بقى في المريض خالص بيجيب له كونستيباشن فنحطه إتنى مع بعض عشان ما حصلش الشانج في اللقاء الهند كمان الألمونيوم ولو تاخد فترات طويلة ممكن يمسك الفوسفيت اللي في أكل المريض له خاصة الأهات زور بشان يمسك الأدوية ويمسك الفوسفيت اللي في أكل العيان ينزله في الاستقون يقوم يحرم العظم من الفوسفيت فالمريض يجيله استيو بروسس إيه ما خلي بالنا إحنا خدنا قبل كده الدو ده وإنه بيعمل الألمونيوم وإنه ممكن يعمل أستيو بروسس طيب عشان نقعد عليها بسرعة نتخير في عادة الحمام المغنيس يمتعمل ضايرية والألمونيوم ممكن تسبب عمل خطه إتنى مع بعض في نفس العبوة خلي بالك فيهم حاجات زي صوديم بيكربونات هيخش الصوديم يحصل كتاين عالبص في الشراج في دخول الجسم سواء صوديم أو كالسام أو مغنيس يمول ألمونيوم هيدخلوا الجسم ويعملوا مشاكل زي ما عرفنا بكده ريباوند هايبراسيدي يعني الحمودة ترجع مرة بالأول في الصوديم بيكربونات بعد 45 ده يرجع الوجع أمر بالأول يبقى ريباوند هايبراسيدي أو الأسيد ريباوند الكالسام والمغنيسي والألمونيوم ممكن بعد ساعتين يبدأ يحصل الكلام ده الألمونيوم بيمسك الفوسفيت اللي في أكل المريض يوم يعملوا هايبوفوسفاتيمي الهايبوفوسفاتيمي الهايبوفوسفاتيمي تدخلوا في أستيبروز لو الشخص مرمال والناس اللي عندها رينا الفيلة اللي بتيبقى كويسة يعني في الناس فاشل الكلوي بيعطوا المرضى ألمونيوم هيدلوكساية مش عشان الحمودة عشان نمسك الفوسفيت لأن المرضى الفاشل الكلوي عندهم هايبر فوسفاتيمي لكن وجدوا قال لك بتطولش مالعين باخدش اختر من شهرين بكتيره بثلاث شهور ليه كده لأن لو خدوا الفترات طويلة الألمونيوم نفس هيدخل جوه جسمه يبدأ الألمونيوم عملوا حاجة اسمها ألمونيوم دي منش لأن الألمونيوم مش هيخرج من جسم لأن الكلاه خربات الدراج الدراج قلنا الألمونيوم من خصة الدراج عدوية كتيرة زي اللي خلي بها كأملاح الألمونيوم والكالسام والمغنيسيوم بتكون إنسلوبو الكليت أملاح الألمونيوم والمغنيسيوم والكالسام اللي هما الحاجات اللي هي مش رابد أكتينج اللي هو أو دول بيكونوا إنسلوبو الكليت أو راسب كيميائي مع التتراسايكل أو الفلورينتو تكنولون لمدادة الحيوية فتمنع منتصاص الكتير تكنولون طب أنا عايز أديهم لازم تفصل بينهم بعض وكام بساعتين ثلاثة مش كده وبس الأنتسة دي نوتراليز الحمض فيه أدوية عشان تشتغل محتاجة الحمض يبقى موجود زي سلطور تكتف درج السكر الفيل أو الانتبيكروبيا اللي اسمها البزمص دول محتاجين الحمض يبقى موجود شغلهم محتاج حمض عشان يشتغلوا محتاجين الحمض لو قدت معهم أدوية تمنع إفراز الحمض أو نوتراليز الحمض إيه بقى الله خلاص طب أنا هدي أدوية دي نوتراليز بس يبقى من فضلك قبل ما تدي الانتسد يبدديا يبصل بينهم بعض الكام بساعتين ثلاثة لأن بعد الساعتين ثلاثة بكل حصل ريباون دايبر أسيد يرجع تاني خلاص فبالتالي لو ما ينفعش دي الاتنين سميولتين يصلي في نفس الوقت عشان كده بيجي سؤالي كسبلين هواي تو أور أو سري أور سيبريشن إز ركوم مند بتوينز ادمنستراشن أو أنتسد أند سكر الفيل أو الأنتسد أو الكولويد البزمس أقوله لأن الأنتسد أو السكر الفيل أو الكولويد البزمس محتاجة الحمض عشان يشتغل إنما الأدوية دي نيتراليز الحمض فتمنع وجود الحمض فتمنع الميكانيزم بتاع السكر الفيل والبزمس اللي هو يشتغل فيمنع البنيفيش الإفكتي بتاعته طيب الميكوز سيتو بورتكتف دراج اللي عندنا اللي قلنا علاج البيبتك ألصر زي ما قلنا كده قلنا بنيدي أدوية تمنع إفراز الحمض وأدوية نيتراليز الحمض وتالت مجموعة من الأدوية كانت تعمل إليها جماعة مجموعة بورتكت جاستر كميكوزة أو جاستر كسيتو بورتكتف دراج أدوية تنقص إفراز الحمض يعرفناهم خلاص في أدوية نيتراليز الحمض اللي هو الأنتسد وأدوية بتحمل جاستر كميكوزة اللي هي الميكوزة سيتو بورتكتف دراج زي مين زي السكر الفيت وزي الكربينوكسلون وزي البزمص وخلاف تعال اما نشوفها كده السكر الفيت اول وحنا فيه عبارة عن تركيبها كيميائي سالفيتد ألمونيوم ساكروز خلي بالكم تركيبها كيميائي احنا مش بنخطو احنا مالنا احنا مالنا تركيب كيميائي وحنا في صيدلاء بس لازم تعرف تركيب كيميائي ويماله يا سيد لما تبقى في صيدلاء يعني ما انت ممكن تبقى في صيدلاء بتسمع المحاضرة برضو مش مشكلة يعني هي هو عبارة عن تركيب الكميائي في قلبه فاخد بالك بيفقرك بمين بالألمونيوم اللي كان في الأنتاسد يبقى هو تركيب الكميائي في قلبه هيديك نفس درج انتر اكشن وهيعمل كونستباش وممكن نمسك الفوسفيت نفس الكلام اللي قلناه قبل كده طيب قالك في وجود الحمض جنة تاني بقى في وجود الحمض بيتحد مع النكرونيوتكتشو اللي موجودة في البيزوفز ألسر يبقى في وجود الـ HCL كعامل مساعدة للتفاعل يتفاعل السكر الفيت مع النكرونيوتكتشو اللي موجودة في البيزوفز ألسر ويكون لك بروتيكتف ريير فيزيكال باريير ميكانيكال باريير عاز الفيزيائي يحمي الميكوزة ويحمي الألسر من الوحش اللي موجود فيه وجوه اللي يمنع أكزاستومك اللي هو مين اللي هو الـ HCL ميريزنسيو في HCL يكون لفيزيكال أو ميكانيكال باريير تحمي الألسر من الـ HCL خلي بقى أنها السكر الفيت ما ينفعش تديها وتدل المريض H-Tur-Syptle-Becar أو بروتن بامب انهيبتور خلاص ما نتجد ما نعطي برز الحمد مش تشتغل أو تديها في نفس الوقت مع الانتسد تمنع الأكشاب تاعها فبالتالي لأنها نيد الأسد عشان نحصلها نيد أسدك انفيرومنت عشان نحصلها اكتيبيشن عيبها إيه؟ نفعل بها ألمونيوم فالألمونيوم هيعمل كونستيباش ده إيه كمان هيعمل درج درج انتراج هيناقص الأبزورب نفس الكلام اللي قبل كده هنقل هيناقصتك الأبزوربشن بتاع الأدوية الأخرى هيمسك هيكون هيمسك هيمسك الفيسفيت اللي في قتل المريض فالبرولونجي ديوز بتاعها ممكن تعمل حاجتين في مرضى الفشل الكلوي تدخله في ألمونيوم ديمنشيا وممكن تدخل في الناس العادية دخلهم فيين؟ في أستيو بروسس تيجي لتاني مجموعة من الأدوية ده واسمه الكلوي ده زي البيزمس سبسلسلات أو سبستريت أو خلاف دي نفس هنسمع عن نفس الأدوية تاني في علاج الفيلماترو باولزيز لكن هناك هنقول لها ميكانيزم زي في هنا المجموعة دي عشان نروح هناك هنقول لها هي تتحلل ويطلع منها سلسلك أسر الم��오بيزمس بيطلعش هنا في المعدى يا جماعة المcasق بالشال السلسلك أسد وتطلع منها سلسلك أسد في الانتستن في البي اتش الالكليين لأن بيحصل الكلام ده بفعل البكتيريا الفلور الداخلية التي تعيش في الانتستن هذه البكتيريا الفلور ما تستطيع في المعدى لأن المعدى الأسد بتقتلها يفضل كونبووند زي ما هو في المعدى البيزمس سيبستريت عشان أقول لك فيها سلسلك أسد يا أخي ما بطلعش في الناس ستسيرك أسد المركب ده كمركب كبير على بعضه ماسك في بعضه في المعدة بيعملوا إيه؟ قالوا في وجود الحمض بتاع المعدة بتتحد مع النكرويتك تيشو اللي موجودة في البيزئوس والسر وتكون لفيزيكا البارية بتفكرنا بالساكل الفين بجانب أنية بتشتغل تأثير تاني قالوا تعمل إيه؟ بتزود إفراز البروستاج لندن في المعدة وبتقلل البيبسين أكتفتي ولما تزيد البروستاج لندن هيزيد الميوكس وهيزيد الباي كربونات وهيقل البيبسين أكتفتي إيه بقى؟ في وجود الحمض تتحد مع النكرويتك تيشو الموجودة في الالسر وتكون لبروستاج لير كمان بتزود إفراز البروستاج لندن ودي هتزود الميوكس والبيبسين فبالتالي هيقل نشاط البيبسين مش كده بس ده البزمس كمان قاتل للبكتيريا اللي مسؤولة عن اللي اسمها الميكانيزم في أكشة متاعها بيفكرنا بين يا جماعة بيفكرنا بالساكرالفيت هو وهو في وجود الحمض بتكون بروستاج لندن والبروستاج لندن بتعرف بتزود البيوكس والبيبسين وتقالي البيبسين كمان بقى حاجة خاصة بها حاجة تميزها ادي للبزمس حاجة كده ايه البزمس ده هو يحب الفخر طب ادي له حاجة قاله ها بيموت الهيليكوباكتر بيقوله راي اللي هي بتعمل بيمتك أرصر سواء كيرانس أو نكرانس عيب البزمس ايه قاله البزمس لما العين بياخده بعد شوية زي ما انت شايف كده بيقبل سانو لونسود او حتى الليستول بتاعه بيقبلون سود جي يقولها في الحقن يا دكتور انا عندي نزيف نزيف ايه انا سمعتني فين نزيف من شو ايتيه العين بيعمل لستول لونسود الليستول بتاع بيقبل اسود البزمس دي هتتحد مع السالفر سواء اللي موجود في السلايفة وتكون حاجة اسمها بيزمس سالفايت خليه اللي سانسود زي ما انت شايف كده او السالفر اللي موجود في الانتس اللي بيطلع بالفلورال هناك وتكون بيزمس سالفايت برضو الليونسود يخلي الستول الليونسود اذا هي بتعمل بالاك ديسكالوريشا للتيس والطانج واللستول للأسنان اهو زي ما انت شايف اهو والطانج وكمان مين يا جماعة واللستول وعرفنا ليه طيب هيك الثالث ميكوزة لسايت البراتيكس دراج اللي هي الميزوبرستول الميزوبرستول دواء نادرا ما يستخدم في علاج الأسن بيبتكزيز ده دواء واخد اف دي اي ابروفل توبرفينت بس وقاية الوقاية خير من الهلاج توبرفينت الانسيد مش الانسيد الانسيد انديوزد ميكوزة الانجل يبقى دي مجموعة من الأدوية واخد ابروفل من ونظمة الغذاء والدواء الامريكية عشان تمنع حدوث مصممة على كده ليه كده لان الانسيد الميكانيزم وفاكشنا متاعها بتعمل ايه انهيبت الكوكس تمنع تكوين البورس تاج لاندن فانت بتديره الحاجة اللي اتمنعت بس هي الحاجة انت بتديرها دي هتشتغل لوكل لا طبعا هتمتصف الشغل على الجسم كله اصحيح هتديك لوكل افكت اللي كان البورس تاج لانتعمله بتعمل ايه بقى قاله وطروح تشتغل على ريسيبتور الخاص بقى موجود في البرات تسلت على السمك ها اسمه بروسا جلندن في ريسيبتور فبعد تالي تقلل لك اله سيئل سيكريش ها تقلل هستامين اه اميدياتد ايه كمان تزود المخاط والبيكاربونيت سيكريش وتحسن البلوت فرو كلام نحن قلناه في الاول يبقى تتدير بروسا جلندن من بره تدي لك الاكشة بتاع بروسا جلندن بتعمل بروسا جلندن بتقلل اله سيئل بتزود الميوكاسوب بايكاربونيت نمرة اتنين بتحسن البلوت فرو للميكوزة بتزود الريجينريشن اه في اي ميكوزة اللي حصل لها انجر وحاجة يحصل لها ايه هيلينج بسرعة تاخد توب ريفانت الانسيد انديوزو ألثر ها في الناس اللي محتاجين انسيدها اللي فترات طويلة عشان مرض عندهم بحتاج انسيد اه طب هل الانسيد تعمل ألثر الكورتيكوسترويد بايك كمية تعمل ألثر لا طبعا الكورتيكوسترويد بتعمل بيبتيك ألثر بترقطين الكورتيكوسترويد بتروح تينهبت الفوسفولايباس اي تو تقوم تمنع تكوين الاراكودونيك أسد الاراكودونيك أسد اللي كان بيجي منه مين البروسا جلندن فبالتالي هي بتمنع تكوين الاراكودونيك أسد عددها تزيد والكلين تاعتها تزيد يبقى بتعمل إيموني صباشا يبقى بتزيد عن من حيث دي يعني هما الاتنين هيمنعوا البروسا جلندن صحيح دي يعني بتمنع البروسا جلندن بس إنما الكورتيكوسترويد بتمنع البروسا جلندن بلكوترويد ما لازم لاش البروسا جلندن هنا ايه كمان الكورتيكوسترويد بتنقص الاميونيتي فبالتالي بتعمل فلير أب للهيركوبكتر الـ adverse effect بتاع البروسا جلندن لو سألت يقول لك الميزو برستول عبارة عن بروسا جلندن ايه وان ايه تو ايه تو اف تو الفا يبقى عارفين اللي هو البروسا جلندن ايه وان يبقى ده الميزو برستول الميزو برستول عيبه قاله بشتغل على الانتستن بيروح ينبه الريسيبتو الخاصة بو فيزود ويزود البوتر سيكريش يعني بروح على القمعاء يزود الحركة بتاعتها ويزود البوتر سيكريش من الدم الى اليوم من قفز انتستن فالعين يشتكي من ايه يشتكي من اسهال لان المياه كترت او في الفيسيس ويشتكي من مخص تقلصات عشان هو يزود لك الموتيلتي عشان كده يقول لك السيبلين وار دا يريئة زا كومتصاد افكت اف ميزو برستول سيرام اقوله عشان هو بزود ايه طب قبدو من الكلام بنفس الكلام ايه كمان الو ممنوع في اي واحدة حامل او بتفكر ان هي تبقى حاملة ان هي تاخد ميزو برستول ان الميزو برستول بياخدوها عشان يسقطوا الحوامل بعض السيطات كده بيروح تاخدوه تتلعوه عشان حامل عشان تسقط نفسها الميزو برستول يا جماعة الميزو برستول دا بيعمل ابورشا لو بتاخد اثناء لانه بيعمل لليوترس ابورت الليه دا على طول بيعملها ابورشا نازل الجنين لو بوسع السيرفكس الميزو برستول دا بيتاخد بيوسع السيرفكس خلي السيرفكس يختفي يعمل حاجة اسمها صوفتنينج وريبنينج ويعمل يعني وسنسطيز اليوترس للأكستوسين فبالتالي خرج الجنين فمن فضلك اقعد تديف واحدة حامل او بفاكة انت حامل يجالك واحدة مثلا ايه بقى لعشرين سنة ما خليفتش وعندها شوات حمودة طبعا كل السيطات اللي حوامل نتيجة طالع بيبقى عندهم تريحك خالص تاخد من الدواء من هنا تنزل البيبة على طول تيجي ممكن تقتلك او تقتلها لان تنزلت مين ولي العهد اللي كانت مستنين طيب في عندنا ميكوزال سايتو برستول دراج طالع جديد اسمه ريبة ببايد ريبة ببايد ده حبارة عن دواء بيزود بروسا جلندن سينسيس يبقى انت كنت ممكن تدي بروسا جلندن من بره اسمه موزي برستول لقد انا ممكن هزود اللوكال بروسا جلندن بقى عشان ما اصراش عبقى الجسم فاللوكال بروسا جلندن لما زيد يعمل لك ايه يزود الميكوزال براتفلو يزود الميوكس والبيكربونيت وحسن الديفنس خلاص ايه كمان الميزة الجديدة ان له فريل راديكل يعني بيكنس الفريل راديكل اللي بتطلع عن نتيجة وممكن تدمر لك وتخلي الارصر حجمها يكبر فهو بيشتغل كناس لفريل راديكل زي الهايدروجين بروكوسايد وخلافه يبقى هو بيعمل فريل راديكل كناس وينهبت الانفلاماتري باكشن يبقى ريبة بايت عبارة عن ميكوزال سايت بورتيكفت دراج بستخدم في علاج البيبتيك أرصر والجيرد يعني ما بستخدمش في كل نقيقة هو جرى بس في الدول اللي كانوا في شهر آسيا في الهند والحيطة اللي جنبها قالوا انه كويس يعني بزود بروساج لندن في المعدة فيزود ينقص الـ HCL ويزود الميوكوس ويزود البيبتيكاربونيت وحسن وينقص الاجرسي فاكتور كمان الايفكت اللي بزيت عليه انه هو بيشتغل كميكوز ويلو انت طيب اخر حاجة عندنا في علاج البيبتيك أرصر قالوا انحنا نعمل ازاي نعمل الريطيكاشن للهليكوباكتر نعمل الريطيكاشن للهليكوباكتر بالسكونشالسيرابي سكونشالسيرابي ده عبارة عن ايه قالوا بدّي لمدة عشر تيام علاج للمريض بدّيله بلوتن بامبو انهبتور زي الام وبرزول لمدة 10 تيام من اول يوم لاخر يوم اول خمس تيام بدّي معاه مع البروتن بامبو انهبتور بدّيله اماكساسيلن اا وهد جرام أموكسسلن لواحد جرام الصبح واحد جرام آخر النهار لمدة خمس تيام بس يبقى من دي ون لدي تين من أول يوم لآخر يوم من العشر تيام معنا أمو برسول من الأول يوم الأول يوم الخامس معنا الأموكسسلن عشان يقلل عدد البردن بتاع الأول كمية الهيلوكوباكتر الموجودة الأموكسلن من الأدوية حلوة جدا والريزيستنس لها قليل كهيلوكوباكتر فبقى عدد عدد رهيبة من الهيلوكوباكتر بو فبقى أكمل بعد كده الخمس تيام اللي فضين من يوم السادس لليوم العاشر بدويين تانين أنتوميكروبيل ده واسمه مترودازول وده واسمه ده بيتاخد من 250 إلى 500 سوالي ده وده مرتين يوميا لمدة 6 من يوم السادس لليوم العاشر يبقى أول خمس تيام خدت أموكسسلن الواحدة كمضادة حيوي الخمس تيام اللي فضين خدت اتنين مضادة حيوي مع بعض عشان أي باكتيريا فضلة ما ماتتش بالأموكسلن أكمل اللي تيام دون دي سموها السيكوينشال سرب وده واحد من السرب اللي يعني بيستخدموها الوقت في بيتكارسر لكن الهيلوكوباكتر يبقى الهيلوكوباكتر بيخلي بالنا أهي لو بكده قالك أنا كان عندي بيتكارسر ويتعليكت وخفيت من 6 شهور ورجعت لتاني في الغالي بيعنده هيلوكوباكتر فلازم تتعمله تستفور هيلوكوباكتر تعملوا حاجة اسمها يوريا بريستست أو تشوف الهيلوكوباكتر الانتجن في السطول أو خلاف طيب نخلي بالنا كانوا زمان بيدوا حاجة اسمها كليريسروميسن تريبل سيرابي زي حاجة اسمها الأوكا الأوكا ده اللي هو اللي هو زي ما يجيلكم من شوية الأمو برازول معاك لريسروميسن وعموكسل قاللوا استخداموا الوقتي خاصة في الأماكن اللي فيها ريزيستنس اللي من ضدها دول الشركة الأوسط زي مصر والسعودية وبرضو حتى المغرب العربي برضو فيه ريزيستنس عالية قاللوا أي مكان في العالم ريزيستنس الكليريسروميسن معدل 15% غير مستحب نستخدم الكليريسروميسن فور تريتمنت أو في الكوباكتر لات نشوف حاجة تانية وخاصة أنا بديدينه البيمت وزي ما نشوفه بعد طيب ديجي الآخر حاجة عندنا اللي هو هو عبارة عن إيه عبارة عن بحصل نتيجة نتيجة أو أن العيان عنده اكتوب الجسريك ميكوزة بتفرز هنا في الأوسفجاس والأوسفجية الميكوزة مش مستعدية ما عنداش اللي مببوضة في قدر المعنى طيب العيان هنا أحسن علاج له أدوله بروتون بومب انهيبتور ندوله يا جماعة بروتون بومب انهيبتور زي المصطل في اكتف سرابي ممكن نستخدم أو حاجة اسمها يبقى نفس الكلام اللي خدنا هناك البروتون بوم انهيبتور او الجافسكون الجافسكون عبارة عن انتاست ومعها حاجة اسمها الجينيك أسيد يبقى عبارة عن two ingredients اللي هم الجينيك أسيد مع انتاست الانتاست اللي موجودة معنا اللي هو الالمونيوم هيدروكسايد والماغنيسيوم ترايسيلكيت او الماغنيسيوم كل رائد دول في وجود الحم بيكونوا مع بعض ويكونوا هيل فومي مادة اللازجرة غوية كده بتدفع على اقدار المعدة على سطح المعدة بفوق لانه بيطلع فيها ساني اكسيد الكربون وتحبس اللي بيجي من تفاعل السوديم بايكربونيت لان الالجينيك أسد مع السوديم بايكربونيت والالمونيوم هيدروكسايد والماغنيسيوم ترايسيلكيت ده السوديم بايكربونيت لما بتفاعل مع الـ HCL بتاع المعدة بتكون عندي NACL زائد سوديم زائد أسف زائد بايكربونيت زائد كربونيت أسد يعني سوري كربونيت أسد ده بتحلل إلى مية صح ويسيئته جيب المريض خد الجافسكون عبارة عن الـ HCL مع أنت أسد الـ HCL الـ HCL مع مين مع أنت أسد الـ HCL الـ HCL فوجود الصلايفة اللي العين بيبلعها العين بيبلع صلايفة وفوجود الأنتاست اللي باعبودة السوديم بايكربونيت بيتحدوا مع بعض ويكونوا مادة اللازجة رغويلة هاي اللي فيسكاس فومي سابستنس أو فومينج سابستنس هاي فومينج أكشن هاي اللي فيسكاس فومي سابستنس وتشفلوت بتعوم على كرافت كعوامة العوامة اللي بتبقى في الخزامة المية عامة كده فوق نفس الكلام أو عملوا مثل كده الفلس غير بحطون في البحر لما يروحوا صحيفة ولا حاجة عشان ما ينزلش تاعت ويغلص بالضبط ليه عائمة على وش المية عشان فيها هوة هاي اللي هوة ييجي هنا فيه خشي قوة العوامة منين قالوا من الانتحاد السوديم بايكربونيت اللي موجود عبارة احنا قلنا الجافسكون عبارة عن الجينيك أسد مع انتاست لا الانتاست عبارة عن سوديم بايكربونيت والألمونيوم مية وسيوتو السيوتو دي تدخل جوه الهيلي فسكس فومي متيريال وتنفخها وتبقى خفيفة وتقوم على السطح وفي جاستر كونتنت وبالتالي تمنع رجارجي تيشن أو جاستر كونتنت في القصفغس لو العين حتى نام على ظهره يجي دي تدخل على جدار القصفغس تكون الهيلي فسكس فومي متيريال سبقاها مبطنة جدار القصفغس تمنع الكونتكت بين الحمد وبين جدار القصفغس آخر حاجة مجموعة الأدوية قالوا ممكن نستخدم بروكا ديتك دراجز ده واسمه ميتو كلو براميد هنسمع عنه إن شاء الله في علاج الفومتي ميتو كلو براميد وده قليل لم يستخدم لا يستخدم إلا في الحالات النذيرة بس عشان صد إفكت بتاعته والإفكت بتاعته والإيلة جدا هذا أهم علاج زي ما نشوف الوقت إنه بيدي له بروتون بامبين هبتر الأخ ده بسرعة كده بتاع الجرد الجرد لو العين جاي اللي بتبكى لسمته العين هو لو جاي اللي بتبكى لسمته لو هي ما يلدأ مدرت هسأله بيجي له كم مرة في الأسبوع الأعراض بيجي لك ولو الحرقان بطلع على السدرة كده بيطلع فوق على وراء الاستيرنم وأحيانا بيحس بزوره الكلام ده لو هو قال يعني مرة واحدة في الأسبوع مرة فما قال يعني مقولك مرة الأكل مش هاتس بحط الأكل مش هاتس بحط الأكل مش هاتس كتير بروح عندها مرة في الشهر وأول ما تعز يجري مهسيدي خلاص ما عطش فيها عندها إذا لو هو مرة واحدة في الشهر يبدأ بسميه يعني أقل من مرتين في الأسبوع مرة في الأسبوع أو مفيش خالص بقى يقول العين بس يعمل يعني يتعشى وتمشى ممنوع يتعشى وينام الأكل ممنوع الأكلات اللي فهها زنسين الكفايير طب إيه تاني بديلو عند الحاجة ما ياخد أنتاسد بس أو أنتاسد مع الجينيك أسد أو اتشترو سيبتور انتاجونيست لودوز أو اتشترو سيبتور انتاجونيست ستندر دوز يعني مثلا ما ياخد مثلا فموتدين عشرين ياخد عشر أو دلو ستندر دوز لو فشل على فكرة ده بالترتيب أبدأ لقول بأنتاسد بس عند الحاجة بي أر اين يعني اختصار معناه هوين اتشترو سيبتور ايه بقى انتاسد أو انتاسد زي الجينيك أسد لو وجه في سكون أو اتشترو سيبتور لودوز أو ستندر دوز لو مجهبش نديجة آخر حاجة بخش عليها بقى يدلو اتشترو سيبتور ستندر دوز مع انتاسد ده خلاص مش بحتاجة بوين اكتر من جده لو هو بيجنو مرتين في الأسبوع أو عملت منظار طلع عنده يبقى هو لو بيحسب مرتين في الأسبوع الواجع أو اكتر ها قلت لك كلما تعش ونام يجري الموضوع دهو يومية لا بنامش من الواجع اه او عملت منظار وطلع عنده في الحالة دي لازم يعمل لأكل بتاعه ولما يجي ينام على فكرة لازم يعلي راس السرير مش يعلي المخدة يعلي راس السرير يخلي السرير نفسه المرتبة نفسها يبقى ميلة كده بزاوية 45 بعيس ان العتة اللي يبقى بتأسير الجاذبية الأرضية مش هيحصل الارتجاع للحبد يبقى نايم كده لكنه ايه نايم على سرير سرير نفسه كله بقى ميل 45 درجة طيب هيعمل الكلام ده والأكل بتاعه والسجاير والقهوة والشاي والكلام ده يبدأ عنهم وبيضي بان ابن هياخد بروتن بامب إنهبتر لمدة 3 شهور ويكمل عليها بعد كده طبعا لو فيه ألارب سيمتوم أو تبكر سيمتوم اللي باخدوها ان شاء الله بعد كده في علاج الجير بالتفصيل آخر حقتين بس نبص عليهم عشان قبل نخش على سئلة اللي هي كلمتين كده في علاج بيبتوكالسر معليش شي للناس اللي حاب تعرف طبعا حاجات دي يعني اللي حاب تعرف التزدائل يعني الهدف من العلاج في بيبتوكالسر إنه بشيلي الألم وبرموت الهيلين ويمنع 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 يعني 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 مع علاج المرأة إلا إيه متفرية متفرية بتاعك بتاعك بتاع بيبتوكالسر إيه إنك تخفف المجع وتحسن الهيلين وتمنع ويوجي تاني وتحسن العلاج يتطلب ندي مع أدوية تعمل وأحسن حاجة طبعا من استخدمها هي البروتون بومب إنهبتون ده يعمل لك تاع الألسر أحسن من وأحسن كمان من ميزوبرستول والسكرارفيد يبقى لو أنت عايز حاجة تحسن الهيلين أحسن حاجة تحسن لك الهيلين هي البروتون بومب إنهبتون وحتى الناس اللي هم عملوا يعني خدوا الانسيد وجالهم بيبتكالسر وعملوا تيست الهيليكوباكتر بيولوراي وطلعت نيجاتيف برضو وجدوا أن البروتون بومب إنهبتون علوة جدا جدا جد فيهم في بروموت الهيلين يبقى أحسن حاجة بروموت الهيلين وفي الصفة عامة البروتون بومب إنهبتون الناس اللي بتاخد نونسيدويدل ومحتاجة تاخدها أو بتستخدمها عشان تخفى في القلم بتشوف لهم حاجة تانية لو الموضوع بس عايزة أنتينفيلامتري يدوم أسلت المنفين أو كوديد أو أكسو كوديد أو حتى ترامضول طالبهم محتاج مسكن مش محتاجة أنتينفيلامتري أو استخدم نونسيليت سلسلات زي السلسلات اللي مفيش فيها سلسلات أسد عشان تبعد عن حكاية المعدة والدارج تلاتينفينت والأون ترابينج اللي بحسم من الأسبريين وإخواته طيب ناسة اللي محتاجة تكمل على نونسيليكتف نونسيليد اللي فترة طويلة عشان مرضى عندهم محتاجة الدواء ده ياخدوا الفترة طويلة كأنتينفيلامتري فيها حاجات نعملها لهم أول حاجة غير نونسيليكتف تدينه سليكتف كوكس 2 ودي معها بروتون بومب انهيبتور طالما هيكمل غير له نونسيليكتف كوكس انهيبتور اللي بتمع تكوين سلسلات المتكتف بروتساج لندن إلى كوكس 2 سليكتف بروقر طيب ده بديل جريتس بروتكشن أو يعني في حاجة تأتي ديك حماية تانية للمعدة بس أقل منها شوية إنك تخلي العيان بس ياخد سليكتف كوكس 2 انهيبتور يعني مش هدي معها بروتون بوم انهيبتور أو العيان بتاعتك تديله مع النونسيليكتف او ميزوبرستور يبقى أفضل حاجة لو عاوز النونسيليكتف ادي معها بروتون بوم منهيبتور لو ديت معها او ميزوبرستور تطالع عشان كده مش هديك بروتاكشن لا تتتوقع شنع او انك تغير برضو حاجة بتبقى اضعف شوية برضو زيها زي دي انك انك انت تدي من غير ما تدي حاجة تحمي قدر المعدة سواء كوتون باما او تشتور سيبور بلوقر طيب مين الناس اللي هي محتاجة مني اعمل لها الناس اللي عندهم اكتب ببتك انصر طبعا بعد ما تعمل تست اللي هو او تشوف الانتش بتاع الانتش بتاع الانتش بتاع الانتش بتاع او الهليكوباكتر في السيرم الابرت هسه زي ما تاخدها في المايكوباكتر ايه كمان او واحد جاله بعد قابل كده ببتك انصر او كاله قابل كده ايه اللي لو كان انك اعملت ايه كمان الناس اللي عندهم مالتومة او مالت لنفومة او ميكوزة الاسكيتة اللي يتشوف المفومة اللي بطلع في الانتشوية او الافتر اندسكوبك ريسكشن دول الحاجات الامريكان كولدج قالوا لازم ياخدوا ايراديكيشن سيرابي اللي هيلكم اكتر طيب الفريست لاين قالوا نديل عالبيمتو في الاراديكيشن البيمتو ده على المستلع عن الوقتي خاصة لان اماكن كتير بدأ احسن فيها فقالوا خلاص ناخد كوادرابل سيرابي اللي هو اسمه بيمتو اللي هو اعوار عن بيزمس ومعه متروندازول ومعه تتراسايكلين ومعه اومو برزول او نديل عيان نان بيزمس سيرابي في البينسيلين في البينسيلين ممكن نشافت لحاجة تاني يبقى يديل عيان بيزمس او كونكومتانت كوادرابل اللي هو الوكام اللي هو الامو برزول كالاريسروميسن واموكسة سيلن وميتروندازول يبقى احسن حاجة ندقى بها في الاماكن اللي فيش فيها ممكن ناخد الوكام اللي هو الامو برزول مع كالاريسروميسن مع موكسة سيلن مع ميتروندازول لو عنده حساسية للبينسيلين لو عنده حساسية للبينسيلين ممكن نستبدل بقى البينسيلن بحاجة تانية نديره مين؟ بمتو يبقى ابدأ بالبمتو او الوكام الوكام غير مستحبة في الاماكن الريزيستنس اجينس كالاريسروميسن مايسن تعدى كم في المية؟ 15% اللي من ضمنها مصر ودول الخليج العربي ودول المغرب العربي والنورسة امريكا برضه طيب نشوف الأدوية دي كده نبص عليهم هم العيان كانوا زمان بعظم الناس بيبدأ لهم بالوكا اللي هو عبارة عن امو برزول مع كالاريسروميسن مع موكسة سيلن امو برزول هم مع كالاريسروميسن مع موكسة سيلن بلدوز بتاعته بعد كده قالوا احسن حاجة الوقت ان نستخل بها ليلبيمتو اللي هو عبارة عن ايه البزمال سابسل سيلت والمترونيزول وتترا سايكلين ومعاهم الامو برزول او فيه بعد فيكم كوماتا السيربي او سيكونشال سيربي اللي هو انهاء بكده او الهايبرد سيربي او العيان لو كان عنده او زلسل الحاجات التانية ممكن ناخد حاجة اسمها ايه اللي هو اللي هو اللي هو عبارة عن امو برزول طيب دي الاماكن اللي في العالم تتعدد خمستاشر في المية للكلريس روميسن وغير مستحب ان انت تستخدم فيها او من اول الليون ده كده كل دول غير مستحب يعني الليونين دول بسه ممكن تستخدم يعني حتى دي العدد خمستاشر في المية مصر عندنا هيا ودول خليجي العربي كلها ودول المرطانية او المغرب العربي برضو ايه فيها كل الاماكن دي لبلون البني او الفاتح او البون الغامن ممنوعة تستخدم فيها لان نسبة بقت عالية جدا اللي للكم اختر فيها تعالى ما نشوف كده طبعا بتاع مبارزول ممكن في عندنا حاجة اسمها الناس اللي او عندهم او 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 كل دول ممكن يجي لهم من بالغالي بيبقى الناس طبعا اللي مش بحتاجين بورتو مب لان الموضوع مش جابل عندهم الموضوع بأسر في الشئ او او دي كتد فقط لو عنده اكتف بليدنج لو عنده اكتف بليدنج ندي بورتو مب احسن طبعا من تسمع كلمة جي اي تي بليدنج او جي اي تي بليدنج ده على طول بورتو مب انهيبتر طب الاتشترو سيبتر بعدها بمراحل 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 سلامة يعني كبرتكشن كبرتكشن لازم اقل فراز الحمد بانترا فينس او انترا فينس بورتو مب انهيبتر نلجأ لها فقط لو كان عنده بليدنج طب لو لجأت لها من اول مش مشكلة اطرحت لها ريف العناية كده معظم المرضى العديدين هاكي بياخدوا قبلات التجمد او سيمة الدين او بعضهم ام تاني لو هتصرف بصريف اكتر بياخدوا ريتم بومب انهيبتر الانتاسد والساكر الفيت يعني لو العين ممكن يبدو يبلع طبعا الناس دي كلها بتيبقى متطيبة او محطوطة على التلاتيوب او نائمة فقد الوعي ومركب لها الفيشة الفينتليتر وانتراكال تيوب ففي الغالب هتديلهم الادوية لو يبلعوا يعرفوا يبلعوا ممكن ياخدوا الداسد او ساكر الفيت لو هم كان لو واحد بقى جالوا عنده اوبر جيئة بليدنج علاج الاوبر جيئة بليدنج هتلخص في ثلاث حاجات بركب انترا فينس لين ووديله عن طريق فليود عشان احسن الهيمو ديناميك بتاعه واستبلش انترا فينس لين عشان بكمل بقور الاتسان وبحطه وبركب له عشان اشفط اللي في المعدة وتأكد ان فيه دم فعلا فيه ابرج ايتي بليدنج طب الاتشتور سيكتور بليكار الانترا فينس دي مهمة جدا عشان ايه قاله ان هي بتحسن وتمنع تأكل الجلطات اللي تتكون لان فيه نزيف في المعدة فممكن تتكون الجلطة تتوقف النزيف اللي حعمد يقولها فانت كده بتمنع الكلام ده خالص فاستابلايز كمان وكمان بتحسن الكولوت وبتنقص نشاط تعال نشوف الاسئلة وعرفيك وشير بصراح كده واللي واحد عنده خمسة واربعين سنة جالك المستشفى عنده واجع في الفم المعدة والواجع ده بيخف بالاكل بيخف لك انتع رفرول انه ما بيأكل بيخف لان لما بيأكل الاكل بيوجود في المعدة فالحمض اللي في المعدة ما بيتلاقش على الديودينام يعني بتخفف بالاكل فبالتالي كمية الواجع عنده هتقلم بعدها بساعتين يكون الاكل بقى بالحمض اللي فيه نزل في الديودينام يبدأ يجعو تاني المهمة ان الابر عملوها لو عنده طبعا حجمها اتناشر في 18 ميلي في الفلسط بارت في ديودينام اهو كما قلت لك الميديكال هستوري قالوا انه جالوا بريفة ساعتك زاديا واخد لها وقوموا برسول بس ماخدش بقى اي انت بجراب وما عنده هستوري ولا هتديله ويتعالجه ايه العيان ده طبعا عنده بيبتيك ومش قادرين نعمله فلازم نعمله نراحت مغن او نديله كانوا بنجديد العين اوكا يعني اوكا هو الامو برسول وكالريسلوميسن ومكسلن وفي مصر وفي الدول الخليج العربي لنسبة الريزيستنس اجنس بتتعدل 15% اه يبقى ديه بالنسبة يبقى ديه بيمتو افضل طبعا يعني لو مكتوب عندنا كده ان فضلا احنا غيرها نخليها ايه بيمتو طبعا ايه ما نكتوبهاش كده ونديله يا جماعة بيمتو انا زي بالك بس عشان نعرف ان ديها مش مزبوطة هناك لو في اماكن في العالم بفيش في رزيستن او نستخدم القوكا طبعا نستخدم الهاتف او يحسن نستخدم او ربعا صدق فكرة ايه طبعا يبقى دينا مكتوبة عشان لو في مكان في العالم مش في مصر بقى او دول او الوطن العربي او دول الخليج العربي والمغرب العربي اه عشر تيام وبعد كده هيكمل لحد ما يبقى يبقى احنا اول فترة اول عشر تيام او خمشار يوم هياخد الهيليكوباكتر بعد ما يخلص يبقى الهيليكوباكتر بقى ده لا هيكمل على البروتن بامب لمدة قد ايه ممكن لحصول شهور ثمان شهور لحد ما اعمل اندوسكوبي واتاكد ان حصل الهيليك الالصر لان الالصر ممكن تبقى بورفوريت تعالى مشوف الاسئلة معنا المفروض اول واحد سؤال عندي واللي ايه عيان عنده وبياخد نانسترويدل وجاله بليدينج ألصر واتدرج او واتدرج خلي بالك ما بيسألنا على تصميم الدواء سيلكتفلي تو تريت زيس ألصر يبقى عيان خد نانسترويدل وجاله ألصر مش جاله ألصر كمان جاله بليدينج ألصر طبعا اول ما سمعك كلمة بليدينج ألصر على طول ادي بي بي آل بروتن بامب انهيبتور ما فيش فيها كلام بليدينج ألصر على طول بروتن بامب انهيبتور انما هو بسألك سوى حاجة سؤال تاني خلاص سؤال ريخي يعني شوية بقول لك يعني مصممة ان يتعالج هذا النوع من الألصر او تمنع هذا النوع من الألصر طبعا الألصر دي حصلت عشان النانسترويدل عملت انهيبشن لكوكس منع التكوين البروستاجلاند الحلوة اللي في المعد طبعا اعمل ايه قد من بره البروستاجلاند البدالة اللي يمزون بسطول انما طب لو حصل بليدينج ألصر بليدينج ألصر علاجه انترا فينس بروتن بامب انهيبتور ثلاث ايام ومعها جاستريك تيوب نزل جاستريك تيوب ومعها انترا فينس فيليوت طيب سؤال التاني بقول لي يا ناتي دي انهيبت طبعا بعمل منع الهستاميني اللي يمسك في البرة تلسل طبعا طبعا عندنا وعندنا طيب يبقى واحد جاله قبل كده جاي بيسألك بقول لك لو صباحة اديني حاجة عشان تعالج الهرط بالنعلم بياخد أدوية كتير بياخد أسبرين وبياخد الكلوب دي جريل او اسمه تاني هو جاله قبل كده فياخد لازم ياخد اتنين زي ما احنا عارفين اللي جاله قبل كده لازم ياخد اتنين وخاد ستاتين هو وبياخد بيتا بلوكر وبياخد خلاص يعني بياخد العلاج بتاعه زي الفول بياخد وده واحدة من آلت القاسي وده واحد وده الاستاتين وده الايه الانتي بلات الدراج بتاعه يعني هو عنده جاله وبياخد لها الأدوية دي وجاله بيقول لك من فضلك اديه لحاجة الهرط بير مين من الأدوية دي ما ينفعش ما دهاله ما ينفعش تديله أمه برزول لأن الأمه برزول بنقابة اللي بتمنع بتاع مين بتاع ده ده عشان يشتغل كأنت بلات لازم يعدي على الكبت يعدي على الميكروزومة الانزيم يحولوه من برود رج إلى دراج اكتف ميتابولايت يعني هذه الاكتف ميتابولايت هي اللي بتنقص البلات اكتف تي وبتحمل القلب اللي يجلوه انفرقشن تاني طب هو لو كان بياخد أمه برزول يفضل ده برود رج زي ما هو ولا يعملك أي حاجة في البلات لكن لكن increase the risk اكتف معلش increase the risk of bleeding from warfarin بقى العين عايز حاجة لعلاج الهارت بيرن حلوة في علاج الهارت بيرن لكن increase the risk بتزود the risk of bleeding from warfarin طبعا بتزود the risk of bleeding from warfarin ده ويمنع الميتابوليزم بتاع الwarfarin اللي اسمه سيميتدين أو اللي مبرزول نفس الكلام اللي بقى سيميتدين بين هبط الميكروزومة الانزايم واللي بعد منه طيب واحدة عنده 30 سنة او واحدة عندها 30 سنة عملت اندوسكوبي لقى عندها اني سيد اني سيد كان عندها هلكوباكتر بيلوري نيجاتف ولازم تكمل على الاني سيد اللي هيتاخد عشان تهيرج الالصر ولازم تاخده موديا بتاخد الاني سيد معها لازم ناخد من بروتون بومب انهيبتور احسن احسن موديا كلهم ينفعهم بس احسن ما اعلمين البرتون بومب من هاته واحدة عندها 30 old معلش المكتوبة غلط يعني 30 old lady كومبين اوف هير تونج تيرنت بلاك افتر ستارتن جيوم لكيشن فورتري توقيت كارسل ويتش بزين من اللي بيعمل بلاك color discoloration البزمس افتكر البلاك اول حرف البي لول بين البزمس عشان بيكون بزمس بزمس سالفيد بزمس متحد مع السالفر اللي موجود في السلايفا يديك بلاك discoloration للسنان والطنج وكذلك اللي بيطلع مع السالف الفلورا اللي بتنتج السالفر هناك في الانتستن فبالتالي يعملك بلاك استول كونش غير تقولهم is less likely to interfere with the anti-bletlet activity of كوملو نفس سوال على كوملو أم برازول وإزم برازول لا الاتنين انهبت لانزو برازول الاتنين انهبت لانزو برازول سيميت دين انهبت إنما رابي برازول أو بنتو برازول الاتنين دول ما بأثروش على ميكوزوما الانزايم مرموش داعوا يفضل الكلوب دو جريل يعدي على ميكوزوما الانزايم ينشطوه ويحولوه إلى active anti-pletlet متابلات ويشوزفوه ميكوزو الانزايم الريفيرزا والإنهبت لهايض متاسم طبعا الريفيرزا بقول لي سؤال بقول لي الريفيرزا والخلي بالنا الريفيرزا وال الريفيرزا والتاني ناخد أي واحد من العاد من البورتون بامب انهبت طب ده مدازول هو ناخده ما ينفعش ده النزرال والإشري لزواج كي تكون النزول طب المتوكلوبراميد لا مش متابعهم طيب انا حط متر النزول كمان ما ينفعش طبعا المتر النزول ده انت ميكروبيل والانروبك باكتيريا زي ما نيجي بعد كده والأميبة والجار خلي بالك ده الريفيرزا والله الله يكريب وخلي بالك من السؤال الريفيرزا 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 طبعا نفيش عننا بعد كده بعد كده وفورفرين وعنده وعنده سبعة ونص وقال انه بدأ ياخد انت انه عمل مع الريفيرزا ومنع وزود الريفيرزا مين يطرد ده خد اسمه السيمتيدين يمنع الميتابوليزم تاعة الورفيرين يتراكم الورفيرين فالأي النقار بدأ العين يزيد ويجيله نزيف ويجيله في الدم ولك واحدة عندها 40 سنة جاية بتشرك من ضايرية وعدين بدأ تاخد ميديكيشن فورتريت ضايرية وجالها صايد من ميديكيشن دول اللي جال أعمال لها السائل خدت طبعا أنتست في ألبه مغنيسيام وهيدروكسايد في قلبها أملاح المغنيسيام أملاح الكالسام والألمونيوم بيعمله إمساج طيب واحد عنده 40 سنة جاي بيتعالج بياخد فترة طويلة بيشتك من واجعة في عظم كله وتعمل طبعا اللي بيعمل الكلام ده قلنا الممكن يعمل في المريض أن يكون بياخد برطن بامب انهيبت الفترة طويلة عشان بتمنع الكالسام والمغنيس ممكن يكون كمان بياخد بألمونيوم أنتست ده فترة طويل عشان بتمسيك الفوسفيد أو ألمونيوم كنت نقدر مين الساكر مفيد يفعني كذا ده وغوف علاج تاخد فترات طويلة اللي بتاخد فترات طويلة اللي البروتن بامب انهيبت عشان بالنقص الكلسام والمغنيس مع كده أقول ولا في الحوامل ولا واحدة بتخطط من الأدوية دي طبعا فيه ويوسع السيرفيكس ويخلي السيرفيكس يختلف ويبذل فول والرأس تخرج والعائلة ينزل وستة تسقط خلص ساعت ما يقولك تروح على البيز مصاراته بتفكر شو حالك بس ويبعنا فقط حاجة نفس الكلام سوديم بيكاربونيت وعرفنا ليه عشان بيعمل سوديم يدخل الجسم يعمل ويعمل ويعمل برضو الماغنيسيوم يعمل انيرشيا هيأخر الولادة ويعمل والطفلة يتولد عنده عضلات تلفوص برضو مرخية وعنده صعوبة في التنفس عنده بإجزاة نكمل بقى حلو جدا عندنا مين الحج رابي ميبايت رابي ده ده دراج بيعمل ميكوز ساعت بروتكت ويعمل كمان اسكافنج واللي واحد عنده 64 سنة بيشتكي من ريدروسترن البين بيحصل بعد الأكل عنده بيرنج سنسيشن عنده حرائيا في الغالب بيزيد بعد الأكل خاصة لو نام صباي عين تعال الجرد ولكن لما عش ونام تبقى لي لسودة وما جدا لازم ينام على مخدتين ثلاثة طبعا مش عارف طبعا مخدتين ثلاثة تتعبه وراسط الزحلة وتنزل ويجعل الوجع بقى صوبين فيحصل الارتجاع للحمد يأكل الميكوزة بتاعت الأصفغاس يجي له رجع يقوم يصح يقول لك يقول لك لو انكلت وانت تبقى لي لسودة ما أطلع لاش نهار طيب وبعدين المرض كمان عنده باركنسونيزم ويتعالج بدوامين أجونيست الاندسكوبي لو عنده أصفجايتس طبعا لازم تخش على باركنسونيزم ما ينفعش ندله واحد يقول لك ندله ببركنسونيزم المتوكلوبراميد طبعا المتوكلوبراميد دوبامين بلوكار هيضيع لك تأثير الأدوية بتاعت البركنسونيزم دي أدوية دوبامين أجونيست ده دوبامين بلوكار انت بتدي أدوية عشان نعكس معطاها يعني العنج هو مصرح تجارب يعني لا طبعا يبعد خلص يسيب الأدوية الشغالة ودي دواء يشيل الحموضة اللي عنده والهارت بيرن والجير دي اللي عنده بتفرق بكايزم باكشن باديله بلوتون بامب انهبتر اسمه بانتوبرازول ويفضل له البانتوبرازول أو رابي برازول عشان هو كمان ما عميش دراج انتراج 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 انهايبر تنسف بيشنت واحد عنده ضغطه عالي هل تدينه صدقا بايكربونات لا طبعا ماغنيسيا ميدروكسايد وممكن نستخدمها لفترة ليلة طبعا ما تستخدمش احسن للماغنيسيا برضو انا وقدرش نستخدمه لفترة ليلة لانه عنده هارتو بيرن ممكن يبقى عنده بيوتك أرس او عنده جير بحتاجة خطيه لفترة طويل ما ينفعش معي وبعدين من الحاجات التي تعمل دايرية علاقة للموضوع دا السؤال خيبان يعني بس او اللي هي اللي بتعمل بالماغنيسيوم والألمونيوم اللي بيعمل هي زي اللي فوقها بزبط بس هو هنا عكسها بقول لك الماغنيسيوم بيعمل والألمونيوم بيعمل دايرية العكس صحيح السؤال السؤال عندنا بقول لي واحدة عندها 33 سنة جاء من بتاخد كوكس وان انهيبتور يعني سريكتف كوكس انهيبتور يعني فور سري مانس فور ماتود ارسلاتس او استرسلاتس انفيستيجيشن كونفيرم دايريكوباكتر نيجاتف انيسيد 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 وانيجاتف ونتيجة انيسيد لازم عطول بدي بروتون بومب انهيبتور بتاخد تاخد طبعا مين البنتو بروتون يطب ليه لانيستيد عملت لها ألصر يطلب عشان عملت انهيبتور كوكس ملع تكوين البروز دا جلندن الحلوة في المعدة كده خلصنا وصلنا لنهاية العرض شكرا والسلام عليكم